بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 إلى 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالمين النص في الأول من حلقتنا مجموعة من الأخبار والحقيقة عندنا أخبار كتير لفرقنا خلاص الدوريات ابتدت في فرق كتير بتلعب كمان بر مصر وكمان يعني خلاص نعتبر بدأنا المشوار بتاع الموسم بشكل كبير ده النص في الأول من حلقتنا النص في الثاني يبقى فقرة حوارية النهاردة بنتكلم عن لعبة اللعبة دي انتشرت يعني من حوالي سنتين مثلا انتشار رهيب ويبدو أن مصر يعني كتب عليها التفوق في ألعاب المضرب بصوا بيبقى فيه دول بتبقى متفوقة في ألعاب معينة لو جينا نتكلم عن البرازيل مثلا البرازيل في كرة القدم يعني طبيعي الجثمانية بالجينات هي مناسبة للشعب ده هتلاقي فيه دول مثلا اللي هي ناخد شرق أوروبا في المصرعة والمصرعية متفوقين جدا يعني فيه جينات بتناسب شعوب يبدو أن ألعاب المضرب بتناسبنا بشكل كبير في سنتين ظهرت لعبة جديدة اسمها البدل البدل هي يعني الجنس الأرضي ومزيج من السكواش أنت بتلعب في ملعب زجاجي زي السكواش وفيه نت أو شبكة وبيلعبها اتنين قصاد اتنين يعني مزيج ما بين الاتنين والمضرب شكله مختلف شوية ولكن لعبة لقت رواج كبير جدا بين الشباب والكبار كمان يعني الرواد كمان بيحبوا يلعبوها لعبة حلوة جدا كل يعني الرموز العلعاب يلعبوها لعبة شيقة جدا جدا انتشرت في اتحاد مصر يتأسس والاتحاد بالمناسبة يعني رئيسه كابتن أحمد الغتواري وهو رئيس الاتحاد المصري وهو رئيس الاتحاد العرب وبدأ يعني النادي الأهلي عمل ملعبين للبدل في الجزيرة فرع الجزيرة ودايما ما بعد عليهم بلايهم دايما ملعبين مليانين دايما فيهم يعني نشاط منتخب مصر كان لعب بطولة بطولة عربية في الإمارات من 27-9-1 أكتوبر والغريب والجميل ان احنا فوزنا بأول بطولة عربية على الإطلاق دي أول بطولة أو أول نسخة للبطولة عربية زي ما قلت حضراتكم بتنتشر انتشار رهيب على ما اتذكر كان بدايتها هذه اللعبة بدايتها في أسبانيا اللعبة دي ابتدت في أسبانيا وانتشرت في أوروبا جامد وانتشرت في مصر بشكل كبير وهي مش مكلفة يعني انت مش محتاجة تماريسها غير مضرب يعني مش أكتر من كده هيكون معنا بقى في النص التاني من حلقتنا في فاكرة الحوارية هيكون معنا رئيس الاتحاد كابتر رحمد الغتواري وتلاتة من نجوم منتخب مصر اللي فاز بطولة عربية اللي كانت في الإمارات زي ما قلت لحضراتكم وبالمناسبة هتعملت رجال فقط ما تعملتش سيدات لسه ما تعملتش النسخة منها سيدات بس هي بتمرس الاتنين وموجود الاتنين في مصر بس البطولة عربية كانت رجال فقط وهيكون معنا كمان شريف يعني أحد نجوم منتخب وهيكون معنا جورج وهيكون معنا يوسف حسام تلاتة من نجوم منتخب هيكونوا معنا في النصف التاني من حلقتنا هنتكلم عن البدل بدايتها أحلامهم طموحاتهم إيه اللي عندنا جديد إزاي اللعبة دي ما تتعرفش ممكن تلاقي يعني في سنة اتنين بقت لعبة أولمبية زي ما احنا النهاردة شايفين السكواش كلام كبير جدا النهاردة أنه هيخش الأولمبيات لوس أنجلوس في أربع ألعاب الأولمبية الدولية يعني متبنياها منها السكواش عشان يبقى في بطول أولمبية فما تعرفش ممكن فيهم من الأيام تلاقي البدل دخلت خاصة أن في دول كبيرة النهاردة بتمارسها ده هيبقى نص التاني من حلقتنا اتفرجوا عليه أكيد هتعرفوا أكتر عن هذه اللعبة وأماكن ومارستها وإزاي والمنتخب كل حاجة عن اللعبة دي بإذن الله هنوح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد كرة اليد الرجال الحقيقة اللي الجم من الكونغو برازافيل بعد ما فازوا بالبطولة الرقم 44 أو النسخة الرقم 44 من بطولة أفريقيا الأبطال أبطال الدوري بعد طبعا فوس كبير وبدون هزيمة وعودة اللقب مرة أخرى للنادي الأهلي النهاردة هم رجعوا في رحلة سفر 18 ساعة وبعد كده ما فيش أقل من 24 ساعة وكانوا بيلعبوا الترسانة والحمد لله استطعنا أن احنا نفوز على الترسانة بـ 32-21 وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الاتحاد ضغط أو لجنة المسابقات ضغطة الموسم لأن الموسم مليء بالبطولات احنا النهاردة الفرقة هتلعب شوية وبعد كده هتروح بطولة العالم في أو يعني بطولة العالم الأندية اللي هتتعامل في السعودية المملكة العربية السعودية بعد أيام قليلة فإذا ما فيش وقت فاللجنة ضغطة الموسم عشان تلحق تكمله لأنه بالمنظر ده بالبطولات الكتيرة دي الحقيقة هيكون صعب قوي لو ما تضغطش بس فرقتنا عانت الحقيقة طبعا فرقتنا بالفوز ده على لدي الترسانة متصدرة ترتيب العامل الدوري برصيدة 24 نقطة بعد طبعا مكسبنا كل المطشط اللي فات المفروض هنلعب الجولة الجاية بعد لدي الجزيرة والجمعة الجاية بإذن الله الساعة 4 العصر وزي ما حدقكم قلت في أول الخبر ده أول مباراة لنا بعد عودتنا من أفريقيا في رحلة كانت طويلة 18 ساعة خدنا راحة 24 ساعة فقط وبعد كده لعبنا الأول مباراة كان نفسنا طبعا يكونوا معنا ولكن طبعا يعني إذا ما أنتوا شايفين ما فيش وقت يعني أكيد مستر ديفيد ديفيز محتاج لعبته تريح مش هيسمح أبدا لعبته يعني تظهر في الإعلام أو حاجة زي كده وإحنا بدي نحترم ده جدا جدا ومقدرين ده بالعكس إحنا داعمين وقت ما وقتهم يسمح أكيد هينورونا ويشرفونا ونحتفل معهم خاصة أنهم الحقيقة ماشيون بشكل كويس بعد دعم مجلس الإدارة برئاسة تركابة المحمود الخطيب اللي دعم هذا الفريق المجلس بالكامل دعم هذا الفريق بعد ما كان النتائج مهتزة ولكن مع قدوم كتخاذ العوضي على رأس إدارة النشاط الرياضي وهو تنجم من نجوم كرة اليد حصل دعم كبير لهذا الفريق والنهاردة الفريق بيعمل هذين إنجازات بدون محترفين لعيبة مصريين فقط وده اللي احنا كنا بنقوله وده اللي اختاره النادي الأهل الصعب وهو بناء فريق من سن صغير الكلام ده ابتدى من ثلاث سنين لحدكم فاكرين من الأيام كابتن طريق محروس كان مسجل فريق من سلاتين ثلاثة كان الهدف أن نحن نبني فريق من اللعيبة الصغيرين ولكن كان الأسهل أن تتعاقد مع لعيبة أسامي وخلاص ولكن نادي الأهل اختار الطريق الصعب ولكن هو الطريق الأطول والطريق الأنجح والطريق الأدوى خلينا نروح للخبر اللي بعد كده هنروح لكرة السلة اللي بيلعبوا دلوقتي رجال قبل النهائي مع سلال مغربي فريق محترم جدا 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 والمباراة شغالة دلوقتي وهي سجل نادي أهل طلعت 17 نقطة في الشوط الثاني عن الحقيق قبل مطلع الهواء كنت بتفرج على المباراة وطلع فرق 17 نقطة ولكن في الكورتر الثالث حصل هبوط بعض الشيء وتقدم سلال مغربي 5 بنت ولكن يتبقى شوط كامل هنتبع حضراتكم في النتيجة ونقول لكم ايه الأخبار متأخرين مازال متأخر 5 بنت ولكن ان شاء الله نادي الأهل قادر على تغيير النتيجة النهاردة المباراة شهدت اشتراك او اشراك هاب أمين بعد إصابته في الكاحل وطبعا ارتاح مباراة التحادسكندرية اللي فاتت نتمنى ان شاء الله الفوز وإسعاد الجماهير خاصة انه الطرف اللقاء النهائي تحدد خلاص وهو نادي بيروت اللبناني بعد ما فاز على الكويت الكويتي خلينا اقول لكم كمان انه الكويت الكويتي ده حامل اللقب فكان قبل نهاء نار الحقيقة على كل الاحوال خلينا نشوف فاضل 10 دقائق على نهاية المباراة تقريبا ان شاء الله نقدر نقل بالنتيجة كل هذا ثقة في الفريق ولكن حصل هزة في المستوى شوية محتاجين تاني كنترول في الملعب يعني المباراة كان مستر أجوستي بوش يعني يعني مدائي شوية ومش عاجبه الأداء من بداية الهبوط كان بدأ في الشوت التاني في النص التاني في الشوت التاني وكان واضح عليه عدم الرد الحقيقة لابنتهز الفرصة دي وتحية كبيرة جدا لللاعب رقم واحد هناك في الدوحة جمهور النادي الأهلي تحية كبيرة جدا 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 لجماهيرنا في الدوحة وبالطبع في الخليج العربي كله اللي بيأزو الفريق من أول يوم من أول سانية من أول لحظة حتى الآن طبعا شباب ورجال وبنات كله بيسند النادي الأهلي هناك ودي قوة النادي الأهلي الحقيقة بجماهيره في كل مكان ولكن من هنا بالبرنامج الأبطال كل التحية والتقدير لجمهور النادي الأهلي في كل مكان خاصة الدوحة عاصمة قطر اللي الحقيقة يعني عاملين ملحمة كبيرة جدا من المؤادرة ومن التشجيع من أول مباراة لأخيرها الجمهور ما بيسكتش كل التقدير وكل التحية يعني الحقيقة الواحد بيفرح جدا لما بيشوف الطابلو ده أو التواجد جمهور النادي الأهلي في كل مكان وكلها شوية وهيبتدي بطولة العالم في الدمام وهنشوف نفس المشهد ونفس الطابلو الجميل مؤذر الجمهور النادي الأهلي وهو ده النادي الأهلي في أي مكان هتلاقي جمهور هتلعى في أي حتة هتلعى في أي حتة هتلاقي جمهور لنادي الأهلي ومتابعين ومحبين وده قدر النادي الأهلي دايما موجود في قلوب محبيه وعشاقه كل التوفير لفريق السلة وهنقول لحضراتكم على النتيجة بإذن الله فور الانتهاء من المباراة اللي شغالة دلوقتي هنروح لكرة السلة سيدات كابتن طريخ خيري والبنات بيلعبوا الدورة أو لعبوا الدورة المجمعة الأولى في دور المرتبط والحمد لله فوزنا بيها أو فوزنا بكل مبراياتنا وتصدرنا المجموعة السنة دي إن شاء الله بينتظر هذا الفريق موسم جيد بعد ما حصدوه أو بعد ما حصدنا خمس بطولات الموسم الماضي من خمسة السنة دي هيزيد عليهم بطولة أفريقيا وإن شاء الله بنسبة كبيرة سيصدفها النادي الأهلي على صالة الأمير عبدالله الفصل هتشوف طبعا مؤذرة جمهارية كبيرة لهذا الفريق طبعا فاز على مصر التأمين بنتيجة 99 ده آخر اللقاءات 99-64 في الجولة الأخيرة في الدورة المجمعة الأولى في دور المرتبط الموسم اللي احنا فيه 23-24 الأهلي سيطر على المبرامة من بدايتها حتى نهايتها واللي كانت لعب من أيام على صالة الشهداء في الصالة الصغيرة بأهلي الجزيرة فريتنا بعد المطش ده تصدرت المجموعة لأننا فوزنا في الجولة الأولى نادي الأولمبي وبعدين كسبنا الطيران كل سنة تلعب الدورة الثانية في اسكندرية وتحديدا بكرة بإذن الله والحد يوم السبت اللي جاي ثلاث مبارات وراء بعد كاميرا الأبطال كانت موجودة في قلب المطش ده وصورنا التقييد ده مع نجباتنا والجهاز الفني اتفرج على التقييد ده مع حضراتكم ونرجع لبعادتين احنا لسه في بدايات دور المرتبط اربع مجموعة كل مجموعة في اربع فرق بنلعب ثلاث ماتشات من دورين احنا الحمد لله تلاث ماتشات مش عايز أقول كانوا سهلين بنجرب حاجات وبنفوق لعيبة وبنجهز لعيبة يعني وهكذا الحمد لله رب العالمين بنخرج منها طالما بنخرج بدون إصابات مش تقيلة بعيد يعني عن الحاجات الغبيبة الواحد يبقى مرسوف نتمنى نكمل كده النهاردة أحسن جيم اتعمل برضو فرقات التأمين مختلف على الفرقاتين لابلهم فرقة كاملة فرقة عندها عدد من اللعيبة عنده وفرة الولايات كانوا مركزين الحمد لله رب العالمين هما الواحدهم كمان أكتر من التعليمات أنه هما كانوا مديني الجيم اهتمام ومن ديئة الأولى لحد ديئة أربعين الناس مركزة وقاعدة على رجليها وبيتغل ودي حاجة حاجة بسطانية أنا مبسوط النهاردة النجم حلو وعملينه كمان حلو مع تغييرات كتير بالجربة بفوتين طوال مع بعض النهاردة بادي الجيم باميرال الأربعاية ده أول مرة لعبها يعني أنا باعد أجرب تشكلات معينة أشوف الدنيا رايحة فين أقولك أنا طالق النهاردة الحمد لله مبسوط أنا بتاعتي مع كل أدى النهاردة بشكل جماعي كويس في فروق فردية بين اللعيبة ومعضاء بس الحمد لله رب العالمين كلها دخل جوة جزء الجماعي يعني واحد مثلا حريب بيعرف يلعب وان وان لما بلازمينه فاضي بيتدهاله وده دي الجماعية يعني منها جزء فردي بس متوظف للجماعي نفس الفرق دي يعني لعبها في اسكندرية بالترتيب يعني أولومبي الطيران مصر التأمين بنخلص احنا إن شاء الله نبقى أول مجموعة هنشوف بقى هنابل رابع المجموعة التانية من بيستوف سري وبعدين السيم الفاينال والفاينال وهكس إحنا كلنا بنتعب وكلنا بنشتغل إدارة ونشاط رياضي وإحنا كأجهزة ولعيبة علشان نرسط الجمهور دي حقيقة من وإحنا بنلعب للواحد لو لقدر الله فيه إخفاق بتمشي زعلانة علشان الناس بتبقى زعلانة يعني دي أكتر حاجة فإحنا إحنا بنحبهم وبنحب نتقوم بسطين وأنا سعيد إن بقى في معفل السيدات السلة في بقى في تناغم وبقى في سقة وبقى في حاجة كويسة بنشكرهم كمان على دعمهم دايما حتى على السوشيال ميليا والحمد لله طبعا عايزة بارك لفرقاتي الحمد لله النهاردة قدرنا إن إحنا نكسب فرق سكور كبير كسبنا الثلاث ماتشات والماتش النهاردة كان ماتش طبعا فريق تامين فريق محترم جدا فريق بلعب طوف ديفنس وكابتون طاري كان إعلنا كل واحدة تخلي بقى لها من نفسها يمكن برضو قا كان فيه شوية اعتراض عشان بس الناس ما يحصلش إصابات أو حاجة والحمد لله قدرنا نرحي من الكورتر الأولاني نسبة نفسنا ونسبة إن إحنا قادرين إن إحنا يكسب فرق سكور كبير الحمد لله دالله إذا اللحصت في الآخر يكسب فرق أربعين كوينتس أنا دايما بحب إن الفاصة تبقى طالع شكلها شيك بحس إن اللاب دايما لما بيبقى فيه يعني زي لمحة كده حلوة إنها فاصة شيك دخلة شيك بطال حد تاني بطريقة حلوة دي بتعجب الجمهور فأنا ده بصراحة أنا بحبه يعني عايزة أقول لجمهور النادي الأهلي إن شاء الله بنوعدكوا السنادي بكل البطلات مستنينكم تشجعونها في الفاينلز وعايزة أقول يعني شكرا لجمهور النادي الأهلي إنه كان معنا السنة اللي فاتت كلها ومستنينكم السنادي وإن شاء الله كل البطلات السنادي في النادي الأهلي أكيد تركيز هو أكيد يعني فريق عارف قدره وعارف هو بمثل جمهوري نادي الأهلي والجميل أنه الفريق ده يعني على قدر النجوم اللي فيه زي ما سمعنا من كابتن طريق خيري على قدر ما هم فيه ترابط وفيه حب ودايما بيكون صعب على المدرب لما بيكون فيه مجموعة من نجوم كبيرة في الفرقة أنه يقضها دي بتبقى صعبة دايما يعني لما بيبقى فيها نجمين ثلاثة بتبقى دون أسهل إنما النهاردة أنت عندك فريق سيدات لكرة السلة كله حتى اللي طالعين من تحت نجوم نجمات طبعا فالنهاردة أنت عندك يعني بتبقى معضلة ولكن مع كابتن طريق خيري مع البنات الحقيقة الدنيا كويسة وفيه إنكار ذات وفيه شغل فإن شاء الله أتمنى ليهم الفوز ونتمنى كمان الفوز بطولة أفريقيا وهيبقى كابتن طريق خيري أول مدير فني في التاريخ لو ربنا قرم إن شاء الله في البطولة دي بطولة أفريقيا لجال السيدات هيبقى أول مدير فني في التاريخ يحصل عليها كمدير فني رجال وكمدير فني سيدات هتبقى دي حاجة كتبت باسم كابتن طريق خيري وصعبة جدا يعني أنا ما أفتكرش ولا أظن إن ده حصل ولا يعني مية في المية كلامي ثقة لأنه أنا ما سبتاش حصل فنتمنى له إن شاء الله أن يفوز بيها لأنه يستحق إخلاص وعطاء للنادي الأهلي كبير لكابتن طريق خيري هنروح لخبر الحقيقة ساعدني جدا جدا وهو تأهل مصر للكرة الطائرة رجال إلى أولمبياد باريس عشرين وعشرين بعد ما الحمل حقيقة عملت في اليابان ويعني خليني بس قبل ما نروح للصور أقول لكم حاجة كمان أسعدتني جدا أنا طبعا كنت بشوف مباراة تونس وبعد ما يعني تونس عالت علينا اتنين وعملنا ريمونتادة عظيمة وتقدمنا وفوزنا بالمباراة تلاتة تلاتة اتنين كان المباراة يعني شدة جدا بس تانوا ما تروحوش للصور قبل بحكي القصة دي الحقيقة أنا فجئت بعد المباراة برسالة من كابتن محمد معوط انتوا عارفين طبعا احنا قبل ما يسافروا بعد بطولة أفريقيا وفوزهم ببطولة أفريقيا كانوا شرفوني هنا في بردامج الأبطال واحتفلنا بيهم كان حسام يوسف واللعبين وسعودي والحسيني كل اللعبين كانوا معنا ورمضان واحتفلنا بيهم وكابتن معاوط طبعا المدير الفريق ابن نادي الأهلي وليبرو الفريق يعني من أحد البرهات التاريخية في الفريق احتفلنا معه فبعد المباراة وبعد التأهل وربنا واحد واعلم انا بحب رجال او الماسترز في الكرة الطائرة انا ابني كرة السلة يعني انا الراجل اللعيب كرة السلة منتخب مصر والنادي الأهلي وشرفت ان انا انتمي لكرة السلة ولكن الكرة الطائرة الحقيقة ما تفهمش ليها جاذبية عندي غريبة فالحقيقة اللعيبة دي انا يعني كنت زعلان جدا انه ما بتأهلوش أولمبياد فلاقيت كابتن محمد عوض محمد معوض بعد المباراة بعاتلي قال لي يا كابتن هيسم والله وشك حلو علينا وكنت متأكد ان احنا هنتأهل الأولمبياد بعد ما جينا معك في البرنامج الحقيقة الرسالة دي اسعدتني جدا جدا يعني انا مش عايز اقول لكم يعني يعني انا هرهلكو كمان يعني بيشكرني جدا ووحشني يا كابتن ودائما وشك حلو علينا وانا كنت عارف اننا هنوصل أولمبياد بعد الحلقة فسبحان الله دي حاجة يعني بسطتني معنويا حسيت قديه ان الحب المتبادل بيني وبين الابطال دول هم حسين به لما انت تبقى قاعد تقول الوقت يعني انا ما كلمتش حد وما بلغتهم مش حتى ان انا قاعد بتفرج ولا بعدت لحد بس كنت قلقان وكنت مدهي وكنت زعلان هم مطلعوش لان فعلا الولاد دول حاجة تانية والسوداسي بتاع النادي الاهلي اللي موجود مع النادي الاهلي هناك وطبعا مفتقدين نجمينا الكبير احمد صلاح وعبدالله عبدالسلام اللي بنقول له كل سنة انت طيب يا عبدالله يعني كمل 40 سنة ويا رب 40 سنة تانين عطاء وازدهار طبعا في حياتك كلها فالنهاردة اتنين كمان نجوم مش موجودين فالستة بتوقع النادي الاهلي اللي موجودين عاملين روح تانية خالص الاردسهم طبعا حسام يوسف او دكتور حسام يوسف فانا كنت سعيد جدا برسالة دي وسعيد جدا بتأهلهم وسعيد ان انا يعني يعني دايما يبقى وش حلوة عليهم ودايما الحب بيوصل والدعم بيوصل هم يستحقوا حتى لعيبة المنتخب من الاندية الاخرى ابدا يعني ما نقللش من مجهودهم اللي عملوه يعني كل التحية لعيبة كل الاندية اللي كانوا موجودين مع المنتخب وعملوا اللي عليهم وقدوا وقدوا اداء كويس جدا جدا وكان ليهم دور كمان لان ينكروا ومنحييهم من اول لعيب لاخل لعب لان احنا مع منتخب مصر بننسى انتمائنا ولكن انا يمكن قربي اكتر يعني هيكل من نادي الزمالك وعمل يعني دورة مجمع قوية جدا وكان ليه دور كبير مع الفريق واخدها الدف اكتر مباراة ولعيب نادي الزمالك ولكن النهاردة مع منتخب مصر تبتنسى انتمائك واحنا كبرنامج الابطال بننسى انتمائنا تماما منتخب مصر هو الاصل هو الاساس واللي احنا دايما بنفرح بانتصار فالتأهل النهاردة اللومبياد جي نتيجة نتيجة ان احنا فوزنا على اليابان في معجزة خمس العالم والمباراة الباقية كنا ماشيين كويس والله كنا بنعمل مباراة كويسة جدا مع تركيا عملنا مباراة كويسة مع فنلندا تقريبا عملنا مباراة كويسة فكنا عملين مباراة كويسة جدا كنا نكسب الشوت الاول او نكسب الشوت التاني وكل المطشات خدنا فيها شوت فكنا نقدر لو خد شوت تاني يعني انتما بتاخد اتنين من الفرقة يعني شوتين من الفرقة التانية بيعلي تصنيفك برو فاحنا عملنا مطشات حلوة جدا العالم كل احترمك فالنهاردة انت تصنيفك العالمي بقى التمنتاشر بعد ما فوزت على اليابان في معجزة وعايزة اقول لكم اليابان خسرت منا يعني خلينا نقول باللغة اللغة الرياضة اكلت الفرقة التانية بقت نقل لان يبار خمس عالم نزلت حرفيا اكلت الفرقة التانية وهي تأهلك كمان بس انا لا اقوز اقول لكم ان منتخب مصر النهاردة في الترتيب التمنتاشر العالمي من هنا برضو كل التحية لاتحاد المصري برئاسة طبعا يعني صديقي وحبيبي يعني دكتور ياسر امر او مهندس ياسر امر لانه الحقيقة الراجل ده من ساعة ما جاء اه فيه 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 شغل بيبزل وفيه موجود بيبزل قد يكون فيه بعض القرارات نختلف معاه وكنا بننتقد الاتحاد الحقيقة وكنا بنقول الاتحاد يعني فيه قرارات بيعني بيجانبها الصواب ولكن ولكن ده لا يمنع ابدا ان الاتحاد اشتغل وجاب مدير فن جديد في لافي والمدير فن الايطالي اللي نجح مع المنتخب ده من سنين وجابه وده له كل الدعم وراحوا عاملوا معسكر في اوروبا لعبوا ابطال اوروبا ورجعوا عاملوا بتوت افريقيا كبيرة جدا فالنهارده الاتحاد تحسوا انه عايز منتخب عايزين منتخب مصر يبقى كويش فلازم نحييه والحاجة الكويسة اللي بتحصل النهارده لازم نحييها ونقف وراها زي ما انتقدنا الاتحاد في قرارات كتيرة في لجنة المسابقات في غيره في خلافه ولكن لما نلاقي اتحاد شغال على المسابقات منتخب مصر مهما كان اختلافنا في بعض القرارات لازم نحييه وبرضه عايز اقول حاجة كمان ده منتخب مصر بقاله سنوات الحقيقة بعيد عن بطوط افريقيا وبعيد عن الانبياد فالنهارده لما يحق بدوط افريقيا ويوصل الانبياد في سنة اكيد ما جاء الصدفة اكيد ما جاء الصدفة الكلام ده جيب بحب وانكار طبعا كابتن عمر مخلوف في الاتحاد انا مش عايز انسى حد يعني كلهم كانوا على قلب رجل واحد الحقيقة كل التحية ليهم احنا نهارده في التصنيف الـ 18 عالميا ومحدش يعرف ممكن بعد بطولة لا بعد بطولة الانبياد اللي جاية تعمل شغل كويس تصنيفك يزيد يعني الدنيا كويسة وفيه جيل كويس قوي عندنا شباب وعندنا كبار في الوقت الاتحاد برضو عمل انا معلش وقفت على الخبر ده شوية لان انا يعني فرحان جدا بالتأهل وعملوا دوري كويس النهارده عندنا بيستوف اوف تريل اللي بتعمل النهارده الاهل بيلعب الزمالك اكتر من المباراة في الموسم 7-8-9 مباراة فالنهارده ما كانش فيه اي ده ان انت تعمل مباراة كتيرة مع مباراة متشاط بتخلص 3-0-3-1 في الوقت ان انت الطائرة هي اهل زمالك ما كنتش بتعمل فيها مباراة كتير فالحقيقة برضو كل التحية للاتحاد وكل التحية للأبطال مستر فلافي المدير الفني اكيد بنحييه اكيد بنحيي اللاعبين وخلينا نقول الست لعبين اسميهم اللي كانوا مع او من نادي الاهل مع منتخب مصر اللي كان ليهم دور كبير للتأهل طبعا مع ان حسام يوسف عبد الرحمن سعودي محمد عصران محمد رمضان عبد الرحمن الحسيني وسيف عابد سيف عابد اه لسه يعني ارتدى تشيرت النادي الاهلي فقط وبياخد الفوتو سيشن ولكن خلاص هو يعني معانا وابن النادي الاهلي وبيرتدي قميص النادي الاهلي فبنعتبر اكيد مع النادي الاهلي طبعا برغم منه لسه ملعبش ولا مباراة وخلينا فاكرين ان شاء الله سيف عابد هيعمل موسم كويس لانه جي النادي الاهلي عن رغبة وجي النادي الاهلي عن اقتناع ورغبة حقيقة كانت من اللاعب وتمسك بالنادي الاهلي ونادي الاهلي تمسك بيه بالفعل ازاي تمسك الف ملون مبروك ان شاء الله نعمل مباراة كويسة في اولمبياد باريس ان شاء الله هنروح بقى لبطلتنا او نجمتنا الزهبية في التنس الارضي مايار شريف واللي تقدمت مركز واحد في ترتيب العالمي وصلت من المركز النادي وثلاثين وصلت المركز الواحد ثلاثين في انجاز كبير جدا يعني خلي بالكو ده احسن ترتيب وصلت ايه لعبة مصرية في التاريخ دي نجمتنا مايار شريف نجمت النادي الاهلي واللي جت في المركز التسعة واربعين عالميا برصيد الف مية خمسة وتلاتين وتقدمت مركز في تصنيف الشهر اللي فات واللي شهد تراجع الستاشر المركز هي كتوصلت للمركز واحد ثلاثين ولكن شهدت تراجع الستاشر المركز علشان توصل لمركز الخمسين عالمين بعد اخرجها من بطولة المكسيك وبالكين الدولية طبعا حصل ان هي مرت بدروب كبير ولكن اتقدمت مركز واحد وان شاء الله تعدي المركز واحد ثلاثين كاحسن تصنيف وصلت اليه لعبة مصرية في التاريخ قادرة انها ترجع للتصنيف ده وده وضع طبيعي لعيبة الترس او لعيبة المضرب او لعيبين المضرب أبين دون لان انت بتعتمد على تجميع نقاط تتوفق في بطولة بتعلم وتتوفقش في بطولة بتقل فطبعا ان شاء الله منتظرين من ميار انها توصل للتوبتن يعني ده اللي اماننا مع ميار لان بيصادفها الحقيقة سوء توفيق شوية وسوء حظ في القرعة وكمان الاصابات اللي جات لها بس ما تمنا لها كل التوفيق وزا ما قلت لكم احنا بنتقلق كتير جدا في العاب المضرب ومحتاجين اهتمام يعني انا نفسي او همسة في اوزن طبعا اللجنة الامبية المصرية المانتشام حطب لازم يكون في دعم اكتر لالعاب المضرب لان انا شايف ان ده لعبة بتناسب جناتنا المصرية زيما رفع الاسقال رفع الاسقال مناسبة جدا اكسابنا ربعيننا في رفع الاسقال يوم تاريخ قلومبي كبير جدا وطاريخ عالمي نهاردة واخدين تارت عالم البطولة تلعبت في المملكة العربية السعودية على ما تذكر وخلصت من اقل من شهر واخدين تارت عالم بعد غياب فترة من المشاركات بسبب المشكلة او المنشطات الشهيرة اللي حصلت في اتحاد الاسقال وبناءنا عليه ما لعبناش توكيو عشين اشي عندك الجودو طبعا كابتن مرزوق الحقيقة رئيس الاتحاد وكان معانا وعدنا بمدياليا وخليني برضا اقول لكم حاجة كمان جميلة انا بقول لكم على حاجات يعني بتسعيدني جدا كابتن مرزوق طبعا في انجاز كبير جدا الاتحاد انا كان وهو ضيفي رئيس الاتحاد كنت بتكلم معا ماليش هنخرج برا الخبر اجابة اسمحولي يعني فريق الاعداد ما زعلش مني بس انا في حاجات بتخليني انا بقى سعيد جدا والجودو كان معانا قبل ما يروحوا بطولة العالم للشباب لو تفتكروا في اللي كانت في البرتغال وكنا اتكلمنا عن حصولهم على بطوط افريقيا وانهم اخدوا كل المراحل نشئين وشباب وشبات وبص كل حاجة خدناها في افريقيا في انجاز كبير وكابتن مرزوق كان معانا فانا سألتوا سؤال الحقيقة احنا هنوصل لعالمية امتى انا عايش اشوف بقى مداليات عالمية لان الجودو جاي من بعيد الجودو لو حضركم فاكرين ما تعملوش اخر موسم قبل الانتخابات اللي فاتت اللي هي كانت عشرين مواحد وعشرين موسم عشرين تساعتاش عشرين وعشرين ما كانش فيه ناشات جودو في مصر اصلا الدوري ما تعملش فالنهار دا انت جاي من بعيد قوي لبطولة افريقيا في وقت قياسي وكابتن رشوان طبعا مفرغ من وقته كتير للمنتخبات فكابتن مرزوق انا سألته يا كابتن رئيس الاتحاد هنوصل لعلامية امتى قال ان شاء الله هنجيب مديلية في البطولة العالم عايز اقول لكم يوسف يوسف سامي خد مديلية برونزية يوسف انا اسف يوسري سامي انا اسف يوسري سامي في وزن ستين كيلو جرام وزن ستين كيلو جرام خد مديلية برونزية في بطولة العالم بعد غياب سبعتاشر سنة تاني انا معلش انا خرقت برا الخبر بس يا جماعة الحاجات دي والله والله بتسعدني جدا فلاقيت تليفون جايلي كابتن مرزوق بيكلمني والله العظيم زي اقوله كده يا كابتن هيسم وشك حلوة علينا احنا خدنا مديلية برونزية يوسري خدها في بطولة العالم انا عايز اقول لكم والله انا انا دمعت ليه لانه الناس بتشتغل الناس بتشتغل وكمان الجودو مش لعبة في نادي الاهلي الجودو مش لعبة في نادي الاهلي بس يا جماعة منتخب مصر والناس دي بتشتغل زي ما السلح بيشتغل كلمني لقيته يا كاد يكون بيبكي وبيتنطط فرح في التليفون ان مصر خدت مديلية شوف لما يبقى رئيس الاتحاد مشجع رئيس الاتحاد مشجع وفرحان بالفوز الحقيقة بقوله مبروك الف مليون مبروك يا كابتن مرزوق الف مليون مبروك ليسري وان شاء الله يكون ضيفنا في حلقة من الحلقات وانا احتفل به لان الانجاز ده بعد 17 سنة واسمحولي انه احييهم من هنا واحيي الابطال ولسه عندهم كمان وخلينا ما بقاش طماع ان احنا عايزين مديلية في باريس عشرين اربعة وعشرين ان المشروع الحلم بتاع لزودو ابتدى من سنة فطبعا لو اجابوا مديلية بباريس ده هيبقى اعجاز انما خلينا يكون منطقي احنا هنبص على لوس انجلوس عشرين تمانية وعشرين لانه يعني انت النهاردة منموم عايز خمس ست سنين لانه هو بنى جيل بطل لعيبة وبنى جيل جديد ولكن لو بفضل اللهم مشغلين على باريس عشرين اربعة وعشرين ولكن الاتحاد ده لو نجح يجيب مديلية في عشرين اربعة وعشرين باللعيبة دي والنجوم دي اعجاز طيب ما قدرناش يبقى احنا على الطريق الصحية زي السلاح كابتن حسين رئيس الاتحاد الاتحادات اللي شغالة كويس جدا وتصدرنا التصريف العالمي في الشباب فده برضو انجاز علامي خدنا خامس اولمبيات اللي فاتت فبرضو ماشيين في حلم كبير طب وجبنا مديليات في البطولة العالم للشباب طب هنقدر نعمل حاجة في باريس اه ممكن نقدر نعمل حاجة فاضل سنة ونقدر نعمل حاجة ولكن التارجة بتاع الاتحادات دي انا شايف الاكبر والاوقع عشان ما نبنيش احلام كبيرة هتبقى لوس انجلوس عشرين تمانية عشرين كل التحية اللي اتحدثت للشغالة كل التحية اللي ابطلنا حتى لو الابطال دول ما بيلعبوش في لدي الاهلي وبيمثلوا منتخب مصر حتى لو الابطال دول الحقيقة في اندية اخرى في الاول والاخر هم ابطال وبيمثلوا مصر وحلمنا الولمبي ان احنا نكسر العشر وخمتشار مدينة الولمبية انا الحقيقة مش هتنازل عنه والاخر الحقيقة يوم في عمري هكون يعني نفس ان دا يحصل لان اللعبة دي والالعاب دي انا واحد منهم وشايف ان هما بيبذلوا مجود كبير جدا ويستحقوا الدعم بشكل كبير طب نروح بقى لاخبار تانية احنا كده خلصنا بميار الشريف الخبر اللي يخص جوان نادي الاهلي هنروح للاخبار بقى المحلية هنروح برضو للعبة من الالعاب المضرب واللي برضو بازلة مجود كبير وهو الريشة الطائرة اتحاد الريشة الطائرة يزيح الستار عن جوائز بطولة مصر الدولية طبعا زي ما حضراتكم عارفين كأي اتحاد ازم بيعلن وبيزيح الستار عن الجوائز في اي بطولة بينظمها اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حساب الله كشف عن تفاصيل بطولة مصر الدولية في نسختها رقم 8 ولا هتتلاعب على صدر رقم 2 باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 12 حد 15 اكتوبر اللي احنا فيه واكد دكتور علي حساب الله ان مجموعة جوائز البطولة يقدر بحوالي 10 الاف دولار موزعين على ابطال المسابقات سواء فردي رجال فردي سيدات زوجي رجال زوجي سيدات زوجي مختلط ودول خمس نشاطات او الخمسة ايفنتس المهمين في اي بطولة زي المضرب اللي هي زي التنس الارضي مسلا وتنس الطولة وقال كمان ان البطولة هتشهد منافسات قوية وكبيرة بين اللاعبين خصوصا ان اللي بيفوز بالمدالية في البطولة دي بياخد نقاط كبيرة على مشوار التأهل للعاب الأنبية اللي جاية على طول كده اوتوماتيخ لما تقرأ كده تعرف على طول انه البطولة دي على اجنة الاتحاد الدولة البطولة من ضمن البطولات اهو زي ما اقول لكم بطولة من ضمن البطولات المدرجة على اجنة تحاد دولي وكمان هيحضرها السنة دي مسؤولين كبار في الاتحادين الافريقي والدولة البطولة هيشارك فيها 172 لعب ولعبة من 25 دولة خلينا اقول لكم الدول المشاركة فيها دي البطولة البرتغال موريشيوس جنوب افريقيا المانيا ماليزيا ايطاليا الامارات الهند انجلترا الجزائر الاردن سيرلانكا البحرين استونيا كينيا فرنسا كرواتيا كندا دنمارك الكسوب مونجي سعادية بولندا اوغاندا الماجر بالاضافة لمصر هي فين الهند اه الهند اه معلش انا عارض الهند الهند دي يعني ابطال في اللعبة دي وسيرلانكا عشان عايز اقول لكم البطولة دي الفرقست هم يعني اما حبش اقول هم الماسترز في اللعبة دي بس مصر ماشي بشكل جويس تشاركت في الامبات اللي فاتت اتحاد محترم برضو بيشتغل بشكل جيد اتمنى ليهم كل التوفيق وان البطولة تخرج بشكل جيد باذن الله على المستوى التنظيمي والمستوى الفني انا دايما بقول ان المستوى التنظيمي 100% مصر هتنجح فيه النهاردة عندك بنية تحتية مرعبة وانا بقول الكلام ده الحقيقة يعني بواحد انا بقالي يمكن 30 سنة في الرياضة فالنهاردة عندك بنية تحتية مرعبة ومنتظرين بفارغ الصف الصبر افتتاح القرية الولمبية في العاصمة الادارية هتبقى اضافة قوية جدا للبنية التحتية وهتقاد value غير طبيعي للرياضة المصرية والنهاردة انت بتحط صلاة زي ما بيقولوا مثلا ايه عارفين انتو الكرة الزكية اللي بتقال عليها والكلام ده لانهاردة انت بتحط صلاة مغطاة وميادين وبتحط استادات سمارت جدا جدا وتستطيع ان هي تتنظم عليها بطولات لخمسين سنة جاية او ستين سنة جاية فالنهاردة احنا مع فتاح القرية الولمبية في العاصمة الادارية هيحصل اد value كبير جدا واحنا منتظرين ده عشان ده ممكن يكون دعم كبير جدا اللي في حلمنا الكبير وهو استضافة الولمبيات لانهاردة لما تحط بنية تحتية قوية في الرياضة من ملاعب وقرية الولمبية ده بيعلي درجات كل دي درجات في التقييم ملفك لو انت حبيت تصديف الولمبيات في عشرين ستة وتلاتين وكمان البنية التحتية من مواصلات البنية التحتية من اوتيلات كل ده هيضيف اد value كبير جدا جدا هنروح لاخر خبر معنا وهو الكاراتين واحد العلعاب المميزة جدا في مصر ومصر تحصد لقب منديال الكاراتين التقليدي منتخبنا الوطني الاول الكاراتين التقليدي اتصدر جدول ترتيب الدول المشاركة في بطولة كأس العالم اللي تلعبت منذ ايام في اوس باكستان وجيه في المركز الاول منتخبنا الوطني مصر جات في صدارة الترتيب العالمي برصيدة عشرين ميداليا تمانية دهب وسبع فضة وخمسة برونز الف مليون مبروك البطولة شارك فيها ستمائة واربعين لعب ولعبة مثلوا عشر دول من مختلف دول العالم وجات المديليات الزهبية عن طريق كل من رامي عبد الفتاح وقلاء عماد ومحمد عشري وتسنيم وليد واسلام احمد وملك هشام وعبد الرحمن يسري واهداء موسى اما المديليات الفضية فكانت مناصيب كل من اسلام حلمي وآية علي وبسملة احمد ويوسف عبد العاطي وتسنيم وليد ومعاز طارق وسيد وريتاج عصام ومعاز طارق سيد وريتاج عصام نقول الاسماء مظبوطة لان دول ابطال وجات المديليات البرونزية عن طريق كل من صلاح سعيد وعبيب شريف وبسملة هاني وحنين محمود ومعاز وليد الف مليون مبروك للكراتياء المصري اللي مشرفنا في كل مكان كده يكون خلصت اخبارنا جوه النادي الاهلي وخاربه هنطلع لفاصل وهنستقبل بعد الفاصل رئيس الاتحاد المصري البدل احد الالعاب اللي انتشرت كان نار جزي النار في الهاشين في مصر ومش في مصر بس في العالم وخلينا يعني نقول لكم الخبر اللي قلناه في الانترو ان منتخب مصر فاس بالبطولة العربية التي اقيمت في الامارات من 27.9 الواحد اكتوبر اللي فات وهيكون ضيوفنا طبعا كابتال احمد الهاتف رئيس الاتحاد وثلاث لائبين من نجوم منتخب مصر ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وفي البداية طبعا مرحب بضيفي العزيز وطبعا صديقي واحد طبعا يعني ابرز واساء الاتحادات اللي عامل شغل الفطن الفاتي كابتال احمد الهاتف رئيس الاتحاد البدل وبطل العرب طبعا كابتال احمد اهلا بيك اهلا بحضرتك فيش حد بقى اسعد منك النهار ده الحمد لله الحمد لله ونورنا يا كابتن والف منهم مبروك رب نخليك معانا احد نجوم الفريق وجميل ما شاء الله انه لسه يعني شاب البدل كان دايما عمرهم بتبقى اكبر شوية ولكن واضح انه بدأ تستقطب نجوم ولعبين كبار في سن صغير منرحب بنجم طبعا الفريق ونجم منتخب مصر جورج واكيم اهلا بيك يا جورج ازاك يا كابتن ازاك حضرتك نورنا نورك مبروك وتشيرت منتخب مصر ده حاجة يعني عايز اقولك انا تشوف التشيرت ده يعني بقى جسمي بأسهر لا لا ده فخر لاي رياضي انه هو يلبس فنلة منتخب مصر في اي رياضي احييك بجد يعني لانه فعلا انا مبسوط يعني حتى من ان انت جاي للقاء لابس تشيرت منتخب مصر ده دي ما بقى لعيش ربنا اديك الصحة وان شاء الله الكأس العالم وكان حلم كبير وكان لسه المشروع لسه في بدايته وكنت لسه بتخطط خاصة انا حدك رئيس الاتحاد المصري وكمان رئيس الاتحاد العربي فكان عندك حلم كبير تكلمني من ساعة بقى اخر اللقاء يعني سريد اللي كده لغت موصلنا بطول عربية في الامراض في عنوين لو الحمد لله طبعا كان يخير خطوة التقاهل لكأس العالم في اول سنة اشهار دي كانت خطوة قوية جدا بالنسبة لنا وخصوصا ان يمكن التصفات كانت صعبة كنا مندعب فيها منتخبات اقدم مننا بكتير في اللعبة وكانوا يمكن خدوا فترة اكبر في التجهيز وكانت خبراتهم اعلى الشباب حمد لله رفعوا رأسنا في التصفات كأس العالم ويمكن المشاركة في كأس العالم كان بالنسبة لنا هدف كبير ورسالة قوية للمجتمع الرياضي المصري والدولي ان مصر موجودة في البدل عشان تنافس مش موجودة عشان خاطر مجرد تمثيل مشرف طبعا انك تسعد لانه هم هم تريبا نفس الناس اللي احنا لعمناهم في تصفات كأس العالم هم هم نفس الناس اللي عناهم في بطولة العرب يمكن انك تسعد للقمة صعب ولكن تبقى هناك اصعب بكتير الله ينور عليك صحيح طبعا كنا رايحين هناك كنا احنا حطين في بالنا القصة دي كنا عارفين ان فيه هيكون ان شاء الله بطولة العربية مع تأسيس الاتحاد العربي فكاننا حطين هدف واضح بالنسبة للموسم ده ان احنا نلازم نفوذ بالبطولة العربية جهزنا المدرب الارجنتيني رجع بقاله 4 و 5 شهور الحمد لله قدر انه هو يحط برنامج اعداد قوي بالنسبة لللاعبين قدر انه هو يصعد لعبين تنين المنتخب فالحمد لله رحنا في بطولة العربية وكانت مشاركة يمكن تاريخية لان دي بضع نسخة تاريخية لان احنا دايما في كل الابل كده يمكن البطولات اللي بيشارك فيها المنتخبات العربية كنا دايما منلاقي ان فيه 5-6 دول ادانا نحنا نوصل لـ 11 دولة طبعا التاريخ هيسجل لان اول نسخة تاريخية للبطولة العربية فاس بها المنتخب المصري فيمكن كان عندنا حافز كبير ونا دايما برجع وبقول الفضل بيرجع اللعيب انهم كانوا يقدي المسئولية فعلا ورفعوا راسنا هناك وما كانتش بطولها سهل خلص كان المستوى تكتعالية فالحمد لله ربنا وفقنا وكله بالتخطيط السليم ومجهود الشباب الحمد لله يقدرنا نحنا نفوز بطول العربية الأولى لا ما شاء الله ويعني مشوار اللي عايز ينجح لازم ياخد الطريق ده ولازم ياخد الطريق الصعب وزور يعني اجيلك ليه البدل انت كنت مثلا هل كنت لعيب سكواش لعيب تينس قبل البدل انا كنت لعيب تينس في منتخب مصر برضو بلعب من وانا عندي اربع سنين وبعد كده سفرت بطولات كتير بره وجات لي فرصة ان انا ادرس في امريكا والعب بره باسم الجامعة بعد ما اتخرجت حبيت ان انا ارجع مصر اشتغل هنا وابتدي اكمل حياتي في مصر طبيعية وبعاكية ابتدت بقى رياضة البدل ابتدينا نلعب بالراحة واحدة واحدة كده مع صحابنا بعد كده فجأة بشمونس احمد غتواري اسس الاتحاد المصري فجأة ابتدى يبقى فيه بطولات طبعا بشكره ان هو من رؤساء الاتحاد الاتحادات اللي فعلا بيشتغل لتطوير الرياضة ما فيش اي حاجة تانية مصلحة شخصية او كده فبيساعدنا ان احنا دايما يبقى فيه بطولات دايما يبقى فيه سفر ساعة جامد قوي واسس الاتحاد العربي طبعا مع ناس كتير قوي من دول مختلفة فدي حاجة خلت اللعبة تجذبنا ونبتدي نتمرن اكتر نهتم بيها اكتر ونبتدي نبص نعب بطولات بره فبتدت كده ودلوقتي طبعا الموضوع كبر جامع خلب جد خلب جد فعلا بس عايز اقولك ان انت انت قص حدوطة يعني انت الله اكبر كان منتخب مصر تينيس الاردي وبعد كده تلقيت جامعة في امريكا لعبت اه وقعدت كم سنة في امريكا اعدت اربعة في اني ولاية في نبراسكا وبعد ما خلصت التينيس الاردي مفهود انت ترجع بقى نفسك مفتوح اكتر للتينيس الاردي لقروا حتى انت عمل شفت كرير خالص والبدل عجبتك ولعبت فيها بس على فكرة ده حظ البدل الحلو ان يبقى لعيب نجم في التينيس الاردي يجي لعب فاكيد هتقلق فيها هو احنا كلنا يعني فيه كمان يعني زملائي في المنتخب واللي كانوا يعني ناس كتير بتلعب الرياضة كلنا كنا منلعب تينيس الاردي من زمان فهي حظي وحظ اللعبة يعني هي حاجتين كويسين اتقابله فالدنيا مش يعني نفسك يعني توصل مع البدل لنقطة بعيدة طبعا ده حلمي خلاص يعني نفسي ان احنا واحدة واحدة مصر تبتدي تخش وانا ابتدي برضو اسافر واحتك بره بالاجانب واشوف مستويه رايح فين وكده وواحدة واحدة ده الهدف الاخر يعني انا اسيب كل حاجة في حياتي واركز بس في البدل جورج انت لعبت التلت محطات اللي فاتوا سواء تصفيت كاس العالم او كاس العالم لعبتهم تصفيتين لهم لعبتهم يعني كنت معنا مع الاتحاد منذ اشهار وفي المحطات كلها يعني انت واخد الموضوع من الاول طيب شايف الدنيا ازاي يعني انت برضو شاب وسط الشباب وانا بقول ان اللقبة دي تنتشر تنتشر مرعب يعني انا خلينا اقولك انه انا لها حب رهيب يعني لها جاذبية المشاكل ما تفاهم شكل الملعب بقى شكل مضرب الكورة يعني لها جاذبية اللي بيعدي جنب الملعب بيقول انا عايزة لعبها لسه بقولك انا عايزة لعبها صح فليه ايه سبب ان الشباب يعني بيروح للعبة دي هي احلى حاجة فيها ان هي رياضة ينفع اي حد يلعبها صحيح انا كتير بشبهها بالكورة انه اي حد ممكن يعب كورة دي نفس الحاجة ممكن اتنين اربعة صحاب عادين يروح يلعب مش لازم الواحد يبقى بيلعبها او بيمارسها بشكل احترافي ممكن يكون بس بيعرف يمشي الكورة هو والتلاتة اللي معاه فهو بيقضي وقت حلو فيبتدي ياخد خطوة ويبتدي يروح مرة واثنين وثلاثة في الاسبوع يبتدي مستوي تحسن يتمرن شوية يعني هي رياضة اي حد ممكن يعبها ودي احلى حاجة فيها فبتلاقي الناس كتير قوي اه لجبال عايزة تحجز ملاعب بتلاقي الملاعب وعلى طول محجوزة فنبتدي الناس تقطر ملعبها فتلاقي الدنيا عمالة تكبر وطبعا الشركات وكده بتلاقي ناس كتير قوي عايزة تلعبها فتبتدي ممكن تستثمر فيها والدنيا تمشي كده فدي احلى حاجة فيها كويس ان انتو كمان حاسين بدا وكويس اللعيبة برضو يا كابتر احمد يعني برضو خلينا اقول انت حدك في الاول اخر انت رئيس الاتحاد مش بتلعبش بس اكيد انت سعيد بالكلام ده سعيد ان اللعبة بتنتشر كده وان بدأت قندية كبيرة زي نادي الاهل عام الملعبين قندية كتير ومراكز كبيرة في مصر بدأت تعمل الملعب ده يبقى فيها انتشار طيب القاعدة كل ما هتزيد ده المصلحتك ولا الوضع هيكون ازاي ولا انت مش مستعجل الانتشار يعني انت كرئيس الاتحاد ويت نظرك ايه والله بس انا دائماً وجد نظري ان اي حاجة عشان تنمو لازم تنمو بطريقة صحية احنا سعاد بك سعاد حتى لو بنبصال ان الرياضة اصبحت صنعة الرياضة الرياضة ما اصبحتش بس مجرد ان في حد موهوب فانت بتحول تمرنه انت بتحول تمني كل الاجو سيستم اللي حواليه او كل منظومة الرياضة اللي حواليه بحيس انها تكون رياضة نجحة فانت بتبص على مجموعة عوامل موجودة من ضمن مجموعة العوامل زي ما عليك بتتكلم موضوع الانتشار ولكن الانتشار لازم يكون معايا انتشار منمو صحي موصول بيها يعني مثلا مع الانتشار ده لازم يكون في قاعدة مدربين مؤهلين لان غير كده انت بالنسبة لك لو انت هنميت بسرعة جدا حس ان الناشئين اصبحوا بيتمرنوا مع ناس غير كفء مع الطبيعي في تشوه في المستوى الفني وغير كده ممكن يجي اصابات للناشئين فاللعبة تاخد صمعا ان هي بتجيب اصابات لو انت النهار ده بالنسبة لك بدأت عدد الملعب تزيد وانت مش قادر تخدم الاندية يبقى انت في تقوله في الاخر الاندية هتبطر تستثمر في اللعب فأظن ان هو النمو اللي بيحصل حاليا النموه جيد جدا واحنا سعاداء بيه جدا وطبعا النتايج اللي بيحققها المنتخب المصري دي يمكن بتبقى حاجة فحيح جاذبة جاذبة جدا للشباب ان هم يكملوا يلعبوها ولكن في نفس الوقت برضو احنا حطين خطة لمدة خمس سنوات قادمة بحيث ان احنا نوصل لأهدافنا في الاطار النمو السحي للرياضة البادل داخل مصر ان شاء الله طب كابتن يمكن جمعيتك الأمومية دلوقتي اصبحت كم نادي انا ليه بقول جمعية الأمومية بيش موضوع انتخابات او خلافه ولكن هي قدر ان انا عايز اعرف انت الليكسي باند بتاعك يعني عضاء جمعية الأمومية الانديا اللي بتلعبها كم نادي دلوقتي دلوقتي طبعا احنا بدأنا نشوف ان الانديا بدأت تخش في اللعبة بصورة كبيرة ولكن اللي احنا منحاول نعمله حاليا مع كل الانديا ان احنا السنة دي نبدأ دور الانديا ودي حاجة مهمة جيدة يعني السنة دي اول دوري اه السنة دي ان شاء الله هتكون بداية دور الانديا واحنا منحاول دايما الانديا احنا عارفين معادتوا الانديا كابتال اه ارسل جالك من كم ناديا وهيش لأ لسه احنا عندنا نص 11 احنا لسه يمكن مخطبينهم قريب ولكن هدف من الدور الانديا ان احنا نقول للانديا ان احنا هنا من الرقم واحد ورقم اتنين لازم يكون الدور الانديا نفسه جاذب ماديا للانديا لان الانديا النهاردة عندها نشاطات كتيرة جدا وفيه انديا بتعاني من ناحية طبعا المالية فهو النهاردة مش قادر يصرف على نشاط زيادة لو في حالة النشاط دوت مش هيكون لي عائد في المستقبل فاحنا منحاول نعمل دوري انديا بفكر مختلف ازاي كده؟ عن طريق برايز ماني كويس جدا بحيث ان هو على قل يبقادر يصرف عن نشاط وكل مده نكبر بحيث ان هو في الاول في الاخر يبص للبادل بالزبط كده بالزبط كده ان هو يبص احنا في الاول لحد النهاردة يمكن كان الاتحاد هو اخذ الدور الرئيسي في نشر اللعبة احنا عايزين الانديا معاني عايزين لان في الطبيعي ما كونش انا اللي بداورها على عيبت المتخب الطبيعي الانديا عندها فرقها وانا في الاخر بنطقي من ضمن الفرق احنا عشان حبينا نكبر بسرعة وعشان حبينا نحقق نتائج بسرعة احنا خلنا الدور من الاول احنا يمكن يعني طبيعي ولا كان لها تصفياتي لا بالتصنيف الدولي اللي عدنا الحمد لله في الناشئين لان احنا حنكون اول فريق عربي وافريقي اسيوي لانه هما زون واحد بالزبط كده لان لسه لعبة يعني محتاجة بالزبط كده بيتقاهل لكاس عالم ناشئين ولاد وبنات فاحنا بدأنا عن طريق ان احنا عملنا تجارب كتير جدا وكان الانتحاد المصري هو المناقط ان هو بيدرب الناشئين دول وده دور كويس جدا ولكن مع الوقت لازم اندية تبدأ تاخد الأدوار بالشكل الطبيعي لأي نشاط بالزبط كده فاحنا حاليا نشغلين على الخطة دي والفترة الجاية ان شاء الله هتكون الاندية لها دور كبير معنا لان احنا من غيرهم صعب جدا ان احنا نكمل المسيط برقشر لازم يكمل الشكل الهرمي لازم يكمل طب جورج انت بتمرن لوحدك ولا يعني مرتمط مع نادي يعني ازاي بتحافظ على المستوىك لأ انا حاليا طبعا لما المدرب بتاعنا الارجنتيني بيبقى هنا احنا عندنا جدول تمارين ثابت في الأسبوع حاجات بتبقى او مخصصة لكل لاعب معاه هو وساعات طبعا بنتمرن كفريق لما المدرب بتاعنا بيسافر يرجع الارجنتين الفترة دي انا بشوف انا بتمرن لوحدي وبنتجمع كده كلنا ونلعب زي ماتشات ودية مع بعض عشان المستوى يفضل مكمل وطبعا انا بحاول دايما ابقى بسافر برا وبحتك بالأجانب وحتى بالعيبة العربية طبعا انت في العادي بتتمرنوا فين مع المدرب الارجنتين في ساعات بتبقى ناحية التجمع وساعات بتبقى ناحية اكتوبر في الملاعب هناك يعني هنا او هنا يعني تمرينكم بيبقى كم ساعة تقريبا بتعوضوا هل ممكن يبقى على فترتين في اليوم ولا هي فترة واحدة التدريب يعني تكلمني اكتر عن تدريبكم لا بتبقى فيه فترات مختلفة يعني قبل ما السيليكشن او ان هو يختار مين هيسافر مع المنتخب بتبقى بنتمرن حوالي ساعتين في اليوم ولما خلاص بنتصفصف ونبتدي نفهم بقى مين طالع اكتر وهو يختار مين بالزبط بنتدي ممكن نزود نقطر من الجرعة التدريبية بس اللعبة محتاجة فتنس جميل جدا بامانة يعني طبعا انتو فيه مطشي في بطولة العلام قعدتو ستة ساعات صح؟ اه ستة ده مطشيات كاس العلام بس ده يعني الرقم مفزع ستة ساعات وكان قدام ايران تقريبا صح؟ ده في التصفيات في التصفيات قعدتو ستة ساعات ده مين اللي استحمل ده يعني انتو عايزين فتنس ده انتو عايزين سوبرمان ده هو كمان اللي بيقعد بره بيبقى بيطعب اكتر من اللي بيقعده لا بقى بيطعب لا بقى بيطعب لا احنا برضو كنا محظوظين ان كان معنا مدرب فتنس للتحاد موفر هولنا ناس كتير طبعا مين بول اسم حييه طبعا علي مظهر نعم حييه طبعا فهو ساعدنا قوي في وقت التصفيات وخلنا كتير نبقى وقفين على رجلينا ونستحمل حتى القعدة بره وصدقني صعبة جدا فالقعدة بره وبعدة تنزل تلعب ماتش الصورة دي كانت فين مثلا خلينا نتكلم الصورة دي كانت نهائي بطولة العرب دي كانت الفاينل ده اه قدام الكويت قدام الكويت وده المدرب بتاعنا هو بابلو برغم نحنا خسلنا منها في المجموع بكسكبنا الفاينل اه الحمد لله عصبي شوية ده تلاقي اكيد يعني انا يمكن يعني لما خسلنا من الكويت في المجموع يمكن الشباب كلهم وده انا حاجة بحيهم عليهم لان انا من بقول الفرق القوية لا يتم تعرفها بالنتائج ولكن ايضا يتم تعرفها برد الفعل صحيح فبصراحة هم كلهم تكاتفوا على قلب رجل واحد وقعدوا مع بعض وقالوا احنا مش ممكن نخسر تاني وكانوا حاسين بالمسؤولية الكبيرة رغم ان في منهم كتير سنهم صغير ويمكن اول مشاركة دي ومشاركة دولية ولكن كان ماتش صعب جدا زي ما بقولك الناس كانوا نازلين في الاول انت لما تبقى انت حامل اللقب بيبقى الناس نازلين لك عايزة تاكلك طبعا فهم احنا فوجئنا بحق بشراعي طبعا بس الحمد لله قدروا ان هم يعني يكون رد فعل قوي وفي النهائي قدرنا نفوز ومنتخب مصر يعني الناس كلها حسيت ان منتخب مصر ما كانوا في حتة تانية الحمد لله طيب انت كرئيس اتحاد العربي وقرئيس اتحاد مصري حاسس نظرة الاشقاء العرب لمصر في اللعبة دي شايفين ان خلاص احنا دايما المصر بتاخد الرياضة في اي شيء بأمانة يعني خلينا نتكلم بأمانة بالذات في الرياضة شايف النهاردة نظرة الدول الاشقاء العرب لنا شايف هل هم التجربة المصرية النهاردة يعني محطة انظارهم كلمني عن انا الحاجة دي تحقيقة بتبسطني لما اسمع حاجة اجابية في الاتجاه الحمد لله احنا داخل مجلس دارة الاتحاد العربي الحمد لله كلنا على قلب رجل المحد ولازم نقول برضو ندي للدول كلها حقاها ان هم كلهم من الاول خالص كانوا في ظهر المشروع وكانوا في ظهر اللي هم كانوا حاسين ان فعلا مصر عندها حاجة تضيفها للاتحاد العربي وعشان كده تم اختيار مصر في الرئاسة وفي المقر قصة دي كلها مقر الاتحاد العربي هنا مصطليف داخل مقر الاتحاد العربي وطبيعا لما عندنا مقر الاتحاد العربي داخل الدولة بيبقى يعني داخل برضو المقر المضوع يكبر وهتعمل أكيد مقر خاص للاتحاد العربي بالظبط فهو يعني طبعا الناس حاسين ان احنا تجربتنا تجربة نكحة جدا لان احنا فترة سويرة جدا في التصفات كاس العالم ما كانش حد مرشحة خالص يعني يمكن الناس كلاك بتتكلم بعدها ان هم متفاجئين ايه ده مصر مصر كذبتنا بالظبط ودلوقتي في البطولة العربية حسوا طبعا المنتخب المصري منتخب قوي وزي ما حالك قلت يمكن هي التجربة المصرية يمكن احنا السنة اللي فاتت كنا تلت اكتر دولة في العالم فيها بطولة دولية يعني الشباب برضو مستوهم اتطور بالتمرين وكل حاجة ولكن لو انت لو انت ما وفرت لهمش احتكاك يبقى هو مستوهم مش هيتطور فحمد لله كان عندنا سبع بطولة دولية ادروا يحتكوا بيهم فوفرول هم ما شايفين ان تجربة المصرية الحمد لله حد الان تجربة نكحة ولكن احنا طموحنا ما بيقفش هنا احنا طموحنا ان احنا زي ما حالتك قلت احنا يمكن حاليا الحمد لله مسيطرين على الناحية العربية ولكن احنا دورنا ان احنا يكون لنا دور كبير على المستوى الدولي كبير صحيح وده التارجة اللي الحقيقة لازم بالطبيعي يكون فيه وبالشغل اللي انتوا بتعمل ولازم اكيد ده يبقى يعني التطور الطبيعي والحلم الطبيعي بس خلينا نشوف يعني برضو مع جورج احد جمع المنتخب انت بتشوف برضو متابع اكيد البطولات الدولية والعالمية شايف ان احنا ممكن يعني انا دايما بسأل السؤال ده شايف ان الحلم ده قريب ولا شايف ان احنا لسه عندنا شغل ويحتاجين شغل وتعب لا طبعا احنا الموضوع مش بعيد خالص ايا كان فين في العالم دايما فيه فرصة ان الواحد يتحسن بس احنا دلوقتي احنا عندنا بطولات دولية عندنا حوالي تمانية او سبعة السنة دي فده رقم كبير دولية هتبقى بره مصر ولا جوه مصر لا جوه الاتحاد بيوفرها لنا هنا وبيجي لعبين دوليين يلعبوا صح فده برضو دور كبير من الاتحاد بيلعبوا انه بيوفر بطولات دولية فبيوفر على اللعيب مبالغ كبيرة يسافر او بي بالضبط اليومين دول ان الواحد يسافر ويحتكب الناس دي وده احنا تقريبا من اكتر الدول اللي مش هقول بس في العرب ممكن في العالم تبعا عندها احنا نفسه بيقول بيقول ان هم احنا تالت دولة في العالم تنزيل بطولات دولية فاحنا ده طبعا حاجة حاجة كبيرة بتوفر لنا برضو غير انه الاتحاد بيوفر علينا مبالغ بيساعدنا ان احنا نحسن ترتبنا الدولي فالنهاردة لو انا بعد السبعة تمن بطولات دول حبيت انا اسافر انا على حساب او على حساب اي حاجة بروح برانك عالي فبتقبل فبخش وابتدي ألعب على طول بدل ما بتدي صفي وممكن اخرج من التصفيات على طول فكل ده طبعا بيبين بيبين ان احنا مش بوعات خالص وانه بس اكيد طبيعي زي اي حتة في العالم اكيد ممكن نتحسن ده في اي حتة في الدنيا حلو التفكير ده حلو يعني ان انت عارف ان احنا ممكن قريبين وثقة وتفكير انه حاس بس انا عايز اعرف واسأل دي فكرة جديرة بالاحترام ان انت النهارده بتجيب لي لعبتك لعبت العالم كلهم هنا بتنظمها بتنظمها زي الفكر ازاي هل معاك شركاء شركات او مشابه او سبونسور تبيساعدوك هل بيبقى في ميزانية من الدولة من وزارة شباب الرياضة بتوفرها لك روح لي في الاتجاه ده من غير حتى من قول اسابي الشركاء بس من غير نروح في الاتجاه ده ازاي بتنظم البطولات دي وازاي بتضمن نجاح انا ازاي بقولت احنا من الاول خلص عندنا فكر واضح في الاتحاد المصري للبادل ان احنا الهدف لو احنا عايزين يبقى يكون لنا دور على مستوى العالم في رياضة البادل يبقى لازم يكون مصر من ضمن الهبز اللي موجودة في العالم في رياضة البادل مش بس في تنظيم البطولات الدولية ولكن يجب ان اللعيب المصري يلاقي كل اللي هو محتاجه عشان يكون بطل داخل بلده ما ينفعش ان هو النهاردة بالنسبة للطول ما احنا عشان خطر لعبتنا تبقى ابطال لازم يبقى بعتهم سواء اسبانيا او فرنسا او كده يبقى في الاول وفي الاخر انا مش بس بكلمك على البطولات انا بكلمك على التدريب طبعا احنا عندنا نهاردة منظومة بتدرب المدربين احنا ما ينفعش ان يكون احسن في العالم احنا ما عندناش احسن مدربين في العالم ويبقى عندنا احسن حكام بالزبط كده وعندنا المنظومة حتى المدربين مش بس الطالبادل مدربين الياقة البدنية مدربين الحتة النفسية الحتة دي كلها لازم اللعب الناشئ المصري يبقى حاسس ان هو مش محتاجه يسافر عشان يبقى بطل لا انا ممكن يبقى بطل جوه جبلك هنا الدولية فطبعا وفي الاول وفي الاخر انا دايما منرجع ومنقول ان النجاح نجاح منظومة ولاس نجاح شخص النهاردة بالنسبة لي انا ممكن يكون اتحاد نجاح جدا بس لو انا معاليت اشنسق مع الناس اللي تشتغل معايا سواء بقى من رعايا سواء من شركات سواء من ان هم ينجحوا معايا بقى انا في الاول في اخر مش نجح فبصراحة برضو لازم نقول ان وزارة الشباب والرياضة بقية معالي الوزير الدكتور أشرف صفحي من اول يوم كان في ظهرنا جامد جدا ودعم جدا كبير جدا للرياضة كل شركات بصراحة بتخش معنا بيكونوا دعمين جدا لان احنا اللي احنا بنتشاركه معاهم ليست بطولة ولكن هي رؤية احنا بنقول لهم انتوا انتوا شركاءنا في النجاح انا عش هنوصل من النقطة دي للنقطة دي مش هوصل لوحدة احنا كلنا مع بعض عشان بنصنع رياضة انه ده تعتبر اكبر رياضة يمكن بتكبر على مستوى العالم دي حاجة كلنا شايفينها فعايزين مصر يكون ليها دور وانا الواحدة مش هارفة عمل حاجة فمنحاول نخلق منظومة نجحة بأيكو سيستم ناجح ان كل واحد يبقى فيها واخد اللي هو عايزه ونوصل في الاول في الاخر لان احنا كلنا موجودين هنا لخدمة اللاعب لان احنا من ننساش ان اللاعب هو الاسنت هو هو الحلقة الاهم في سلسلة بالضبط فحنا منحاول لان احنا من فضل الظروف ان هو يوصل اللي هو عايزه في حلم الرياضي نعم يعني انت يعني شايف الحمد لله انه حتى الان عناصر المنظومة وشركائك في المنظومة سواء دعم الدولة ومثلة في وزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صفحي الرعاول والشركاء شايف اللغاية حتى الان الدنيا ماشي معاك في الاتجاه الصح بداية انت بتحق نتائج الحمد لله وده برضو حاجة تضفلك وخلينا اقول لك ان انت هيشهد التاريخ يعني خليك كلام معك بكل امانة ان هنيجي بعد 30 سنة لما البدل ده اللقاء لم يكون في حتة تانية طبعا هيتقال اول رئيس الاتحاد كان مين والاشهر ومين فانت النهاردة يعني بتكتب اسم المصر كبير وفي نفس الوقت بتكتب اسم لنفسك ان انت احد او اول رئيس الاتحاد اللابة او اول رئيس الاتحاد اشتغل الشغل ده طبعا دي حاجة بتسعدني ان انا كنت طبعا يعني مستضيف حضرتك طب يعني جورج خلينا اكلمك في رؤية مع فرقتك النهاردة ممكن مع اول حلقة عملتها كنت رحشت شوية انه ممكن يكون فيه اعمار كبيرة كانت في المنتخب وده وضع طبيعي يعني كانت البداية لسه في اولها وانا سعيد النهاردة ان انا شايفك لسه شاب في دهية العشينات او يعني في منتصب العشينات بيتمارس اللعبة دي شايف النهاردة هل احنا بدينا من استقطب الفئة اللي هي بتاعت العشينات والتسعة تشرات ودي ولا لسه برضو من اعتمد بشكل كبير على الكبر لا يعني احنا طبعا المنتخب دلوقتي تغير عن وقت التصفيات طبعا اللعيبة الكبار اللي ابتدت المشوار دي حطتنا على اول الطريق زي ما بيقولوا فدي طبعا حاجة تحسب لهم دلوقتي الفريق يعني انا اعتبر من اكبر الناس فيه وانا 28 سنة ما شاء الله ففيه لعيبة كتير قوي شباب 23 24 فدي طبعا حاجة كويسة كويسة جدا انه لسه قدامنا كتير وحاجة تحمس اللعيبة برضو الصغيرة بقى اللي هي 17 و 18 انه ها انت مش بعيد انت ممكن سنة او اتنين وتبقى وسطينة وخلاص انت تلمت 19 20 انت كده عدت يعني لسه شاب بقى طبعا بس خلاص انت ممكن تلعب معنا وفيه ناس من من الجونيورز يحتاجوا بينا وابتدوا يدونا ماتشات جامدة ما بيناش من كسابهم بسهولة فده طبعا ترجع تاني للمنظومة ولمنظومة التدريب وانه هما محطوطين طبعا معا مدرب شاطر قوي بيمرانهم كويس فدي حاجة بالعكس تحمس كل الناس ويتحمس حد زي انه لا انا محتاج افضل اشتغل اجمد من انا بعمله عشان انا طبيعي زي اي رياضي عايز افضل موجود مش عايز حد يعني عجبني كمان ان انت حاسس يعني بص يعني هو مش شرط مش لعيه بس يعني الله اكبر يعني خلي بالك ده مش هو عضو اتحاد برضو خلي بالك هو يعني اشتغلوا انتخابات من دلوقتي يعني هو عنده عنده رؤية وماشاء الله حاسس بالبلان المحطوطة يعني بيبقى مهم جدا ان لعيبها تشاركك طبعا في ده ويبقوا انتو كلكو هرموني واحد وماشيين في اتجاه واحد النهاردة انت عندك احسائية كم ملعب في مصر موجودين دلوقتي موس هو عدد حصر الملعب في مصر سعب جدا لان انت بالنسبة لك في ملعب فأندية وفي ملعب في أماكن خاصة وفي ملعب في كومباوندات وفي ملعب يعني احنا حاليا منحاول يمكن لسه بشكلين لجنة قريب لحصر عدد الملعب في مصر ولكن طبعا الحصر ليس بالسهل اللي احنا بنتكلم فيه ولكن احنا بنتكلم ان احنا في مصر يمكن عدد 120000 و300 ملعب بدل في مصر عدد كيبر جدا وبيانموا بطريقة بطريقة سريعة جدا 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 يعني اكثر ما كنا طب انت بدأت تشكل مناطق زي الاتحادات الاخرى منطقة قاهرة والجيزة مثلا ولا لسه الموضوع ده يعني المناطق المناطق اللي هي لوايح معينة احنا لسه اللوايح ما وصلناش للمرحلة اللي هي في الله حالا احنا نبدأ ان نقسم فيه مناطق ولكن طبعا دي خطوة انا احنا بقول الناس احنا الحمد لله يدرنا ان احنا فترة سيارة نقفها رجلنا بس مرضو ما ننساش الاتحاد بقيله معلش انا بستعجل انا بستعجل شوية لانت ما انت عالدت محاطنا لا طبعا لا لا انا بستعجل خلي بالك الناس كلها بتقول لي طب ايه ده شوية يعني بواحدة واحدة بس الى عكس كلنا كلنا مستعجلين بس هو يمكن احنا بقى انا اقل من 18 شهر من ساعة الاشهار فيمكن في عجلة معنا بتاخد وقت النوى اللي محتاجين عدد اندية معينة في المحافظات عشان نبدأ نعمل مناطق وكوادر مش بس اه محتاج كوادر معاك مناطق والنهار ده لازم تقسمها زونز وهتعمل ايه والمناطق هي بدورها ايه مش بس ان شاء مناطق وخلاص فانت كويس ان انت مش مستعجل ده وزي ما انت تقول انت عايزت تنمو نموه صحي وبدراسة ما بقاش نموه وانتشاره ومن بابل انتشار فقط طيب اللي عايز مارس اللعب برضو دي حاجة مهمة جورج يعني في لعيبة او في دلوقتي بيتفرج علينا بقاش اب ام عايزين ابنهم يلعبها اب لعبها في عجبته عايز ابنه يلعبها ايه اللي ممكن ان يروح يلعب فيه برضو خلي بالك مش كل الناس ده تخش كومباوندات مش كل الناس ده تخش مسانات الاهلي هل في اماكن ممكن تبقى عامة يقدر يمارس فيها ولا لسه ما وصلناش المرحلة انا بحراء حاجة ونحن دلوقتي اهم قطاع الفترة جاية نمي به هو قطاع الناشئي لان احنا النهاردة اظن ارسلنا رسالة للمجتمع الرياضي المصري ان البادل رياضة قائمة رياضة النافسية عندنا فيها منتخبات انت ممكن تشارك انت ممكن تلعب فازن دلوقتي الفكرة كلها ان الرسالة وصلت لأولياء الأمور والأهالي لأ ان الامني ممكن يبطل في الرياضة دي ومصر هيكون لها دور اكيد في الرياضة دي ان شاء الله فاحنا النهاردة بدعنا برنامج اسمه الطريق الى الف ناشئ هدفنا ان احنا نوصل الف ناشئ بيتمرن بصورة احترافية للبادل معترف بها من الاتحاد المصري للبادل داخل الأكاديمية دي احنا بنوفر بنوفر مدربين وبنوفر نظم تدريبية لان احنا عارفين ان النهاردة مفيش العلم الكافي اللي ممكن اقول لمدرب روح مرن حد بادل فاحنا بنجيب له برنامج من بره احنا حطيناه من بره مع احد احسن مدربين للبادل الناشئين في العالم فالأماكن دي بقى مختلفة فيه في أندية فيه في أندية خاصة فيه في المحافظات فيه في الأقاليم فأظن ان هي هتبقى ممكن اي حد عايز يتمرن بعدل حيلاقي من أحد الاماكن دي جيد جيد ان هو يقدر ارشادي يقدر منها خلالها يروح لقرب مكان بالزبت طب برضو خليه اتكلم معك بكل امانة برضو لان اكيد اللي بتفرج علينا ممكن هل بيبقى فيه مقابل مالي هل بيروح يتمرن بيدفع حاجة هل بيبقى تبقى مبالغ برضو القصة المصد تقدر يعني تدفعها ده طبعا هو فيه مبالغ مالية اكيد لانه طبعا احنا ندفع للمدرب وللملعب وقصة دي كلها ولكن احنا نحاول نخلي دايما ان الأسعار أقل من الأسعار السوق العادية انتوا دعمين الدنيا بالزبت طبعا البادل لازم نعترف انها مازالت رياضة تعتبر نوعا ما رياضة غالية ليست رياضة بالزبت ليست رياضة يعني النهاردة ممكن تقارن برياضات أكتر منها أو بالزبت يمكن التنس الطولة مش غالي قوي بس السكواش والتنس الأرضي غالي بالزبت فاحنا مندعم البرنامج دوت عن طريق بسرعة أو بأخرى عشان نزود عدد الناشئين ولكن ما قدرش اقول ان هو برضو في مستوى أسعار الرياضات اللي هي أكتر منها أكتر أكتر شعبية مثل الفترة الجاية ان شاء الله أنا متأكد ان لما السوق يكبر وعدد يزيد فحيكون كل مدى هو بيوصل لناس أكتر طب هل طريق لألف ناشئ ده مدخل معاك الوزارة فيه ولا ده مجهود الاتحاد فقط لا طبعا هما الوزارة بتدعمنا في أي حاجة يعني احنا الحمد لله أي حاجة والنظم ان نعمل ان شاء الله قريب دوري جماعات ودوري مدارس فإحنا يعني كل حاجة حمد لله بنعملها من أول من نتكلم فيها الوزارة وبيدون دعمهم الكامل فيه ولكن طبعا الوزارة دورها في الأول وفي الأخر هو دور رقابي ودور ان هو بيسدك وداعم بس برضو مفيش مشكلة فيه دعم مادي لعني نفس الكلام اللي حصل في السكواش وكان فيه حلم كبير وتبنته اللي هو الوزارة الشباب الرياضة ممكن يكون في البدل كده طبع طبع يعني ممكن تقدم مشروعك وممكن الوزارة يعني بتهيلي أكيد مش هتتأخر طبعا لأنا عزو الحركة ان هو فعلا من دمن الحاجات وانا برجع وبقولها من أكثر الدعمين لنا الوزارة ومعادي ودي دكتور أشرف صبحي ومعا بصراحة ما بيش أي حاجة بيطلوبها منهم غير ان هم بيدعمون لانهما مرضو أكيد حاسين بنحنا بنعمل مجهود ونعمل نتائج طبعا طب جورج ممكن مصافات لعب البدل ايه يعني برضو يعني ايه اللي انت شايف هل لازم يكون اكس لعيب مضرب زيك مثلا عمل شيفت وراح من التنس الأرضي للبدل لعيب سكواش وراح البدل لعيب تنس طولة وراح البدل ولا مش شرط يكون لعيب مضرب يعني المصافات اللي انت شايفها اللعيب محتاجها ايه لا هو طبعا برا في أسبانيا مثلا وكده نتكلم على أسبانيا ان هم من تقريبا هم والأرجنتين احسن دولتين اللعيبة طبعا اوال على العالم هم ما لعبوش تنس ولا حاجة هم ابتدوا بدل من وهم كانوا زي اربع سنين فطبعا ده احسن سيناريو ممكن نتكلم عنه بس لو هنتكلم حد جاي من باك جراوند او من خلفية هتسهل في مضارب معينة التنس اكتر حاجة هنتميز سنة عن بتوع السكواش عن لعيبة التنس الطولة فبس طبعا ان شاء الله بقى مع نموه اللعبة دي مع نموه البدل والقاعدة الكبيرة دي ان شاء الله الناس تبتدي او اللعبة تبتدي البدل من وهي صغيرة ده احسن حاجة ممكن عشان بعد بقى 15-20 سنة يبقى هم بدين اللعبة دي من الاول خالص طيب قبل ما انتهي الفقرة دايما بناخد كده مع بعض يعني حلم ونتقابل يا سيدي بعد ست شهور سنة احنا نحلم مع بعض طبعا كان ايام تأهل الكأس العالم والحمد لله ربنا جاب الاحلى والاحلى ليكم الفترة اللي فاتت ولينا والمصر طبعا حلمك ايه جور انا حلم انا هقول لها على حاجتين حلمي الشخصي وحلمي مع منتخب مصر حلمي الشخصي ان انا اخش جوه الميل اوال على العالم ومع المنتخب بقى ان شاء الله يعني يا رب كس العالم اللي جاي او اللي بعده نخلص جوه التمانية جوة التمانية وحيحصل وانا احتفل معكم اذن الله ان شاء الله انا شايف في العنين العنين ما ديانة رغبة وما فيها يعني حماس واللي انا شايفه ده انا بس هضيف ابطال كتير بس انا شايفه في وشك وفي عينيك والعينيك اللي بتلمع ان انت عايز تحقق ان شاء الله هيحصل يا رب ان شاء الله طب نسأل رئيس الاتحاد مش هينفع مابل مش هينفع برضو يا جماعة يعني مش لعيبها بس ليا احلام برضو يعني وانا يمكن الحمد لله الواحد ده ما بيقول ان الاهم من الحلم ان الواحد يبقى عايش الحلم نفسه يعني يعني يمكن دلوقتي حمد لله حاسس بان انا عايش الحلم ان الواحد ده كنت بقول لشباب اخر مرة وانا داخل المؤتمر الصحفي في الامارات وشايف ان هو مصر حمد لله واخد وضعها الطبيعي من حيثة الرياضة والقصة دي كلها ده اظن حلم اي شاب بيحب بلده يعني ان هو يحط بلده في مكانتها يمكن الواحد ممكن يتنازل عن حاجات شخصية ليه هي بس لما تيجي عند بلده بيحاول ديما يحطها في مكانتها يعني فهو يعني ممكن احنا الحمد لله حاليا عايشين الحلم مش عايزين نحلم بعيد قوي بس اتمنى ان يكون دي بداية طريق ان مصر يكون لها دور ريادي ودور كبير وفي رياض البادل وان ابطالنا يقدروا حقا احلامهم لان احنا موجودين عشان خطرهم ان شاء الله يقدروا يوصلوا لهم ما عايزين اسمح لحقيك باشماندس واتمنى لك كل التوفيق واشكرك كمان انت كنت معي طبعا باشماندس احمد راتواري او كابتل احمد راتواري رئيس اتحاد المصري والعربي للبدل بشكرك ونورتني وشرفتني كابتن انا الان اتشرفت بيك بشكرك جدا لانستضاف زرج طبعا نورتني وشرفتني وسعيد جدا بيك وسعيد جدا بتجربتك وهنتقابل في يوم من الايام هكون حققة حلمك ان شاء الله شكرا لك كابتن وشرف لنا ان احنا نبقى قاعدين مع حضرتك وعلى القناة طبعا قناة الاهل نورتنا كتا شكرا أعزائي مشاهدين فاصل وهنطلع بعد الفاصل عشان نستقبل اتنين نجوم زي جورج برضو وكان ليهم دور كبير جدا في البطولة العربية للفاتحة هكون معنا يوسف وحسام ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد ومنكمين حلقاتنا عن البدل المصري منتخب مصر واللي فاز بالبطولة العربية منذ أيام من 27-9 إلى 1 أكتوبر في الإمارات في أول نسخة تاريخية في مشاركة 11 دولة عربية والفوس بيها أكيد كان أمر صعب منكمين حلقاتنا ومرحب بديوفنا نجوم المنتخب اللي كان لهم دور كبير في الفترة اللي فاتت منرحب بشريف مخلوف كابتن كبير وأحد نجوم الفريق أهلا بك يا كابتن شريف منورنا وألف من يوم مبروك على البطولة العربية أكيد كمان منرحب بيوسف حسام نجم الفريق وأحد أبرز اللاعبين في منتخب مصر البلدل منورنا يوسف يوسف أبتدي معاك يعني أنت كنت معهم من بداية المشوار تصفيات كأس العالم بطولة كأس العالم وبعا كده بطولة عربية كلمني عن المشوار وابتديته إزاي وكان أول كل لك أو أول استدعاء لك مع منتخب مصر كان إزاي يعني كلمني عن الرحلة حتى الآن في عنوين بردو والله الرحلة معايا بدأت في البدل من شهر ١٢١٢١١ يعني سنتين رحلة مش طويلة قوي بس مليئة بالحاجات الكويسة والإنجازات بدأت معايا أول مشاركة لها مع منتخب مصر كانت قبل تصفيات كأس العالم كان في بطولة كده بس يعني كانت حاجة تنظيمية ويعني شبه ودية وأول حاجة كبيرة شاركت فيها كانت تصفيات كأس العالم كان بقالي ست شهور أو ثمان شهور بلعب بقدل ساعتها فطبعا يعني كل من لعب منتخبات بقالها كتير بتلعب وعندهم خبرة فده كان حاطت شوية ضغط علينا كلنا إن إحنا لسه برضو داخلين حتة جديدة كلنا زي ما جورج كان بيقول إن إحنا جاي من التنس جايين من شريف تنس أنا تنس فإن إحنا داخلين رياضة جديدة بالنفس مع منتخبات عندها خبرة وبتلعب حتى لو مهما كان إنت قد إيه بس مجال بالنسبة لك جديد فكان فيه شوية ضغط على اللعيبة بس من أول بطولة شاركنا فيها قدرنا نسبة إنه مصر باللعيبة بتاعتها حتى اللي يعتبروا مش بيلعبوا بقالهم كتير لا إحنا من المنتخبات التقيلة زي ما بيقولوا يعني لو إحنا حاجة حاجة الإحساس بدا مهم إن إنت تحس إن إحنا لا إحنا إحنا موجودين ده إحنا من التقال يعني زي ما بيقولوا فهي مواصد دي من أول مشاركة شاركنا فيها أثباتنا نفسنا واللعيبة والمدربين والجهاز الفني بكيادة مهانس أحمد غتواري بصراحة يعني حاسين إن إحنا ماشيين في اتجاه فهي مواصد دي ما فيش أي تشتيت ما فيش أي حاجة بنقبل البطولة فيه تمرينات بنزبط يعني حاسين إن الموضوع بادئ بطريقة احترافية قوي قوي من أول مشاركة اللي هي مع المنتخب عرفنا نسبة نفسنا وتأهلنا لكاس العالم وكسدنا منتخبات جامدة زي منتخب اليابان منتخب إيران حاجات دي السنة الفاتت 6 ساعات بتاعك تلعب ولا ماتش بزبط يعني اللي بيتفرج تعب ما بالك اللي بيلعب بزبط لا وإنت بتلعب ماتشك بعد كده بتخلص ماتشك لو إنت بدأت بتعط شجع ساعتين 3 ماتشات مثلا أو ماتشين بعدية بتعط شجع بقلبك فإنت ده لو أول ماتش لو آخر ماتش بتاع تشجع خمس ست ساعات بعد كده تنزل إنت ماتشك بعد خمس ست ساعات تشجيع لازم تلعب فالموضوع بيكون مرهج بس روح الفريق بصراحة وإنت بتلعب باسم بلدك وعالم مصر والكلام ده أنا عن نفسي بيلهيني عن أي حاجة يعني بصلاح أنا بس برضو بحييك أن إنت جاي بتشيرت منتخب مصر طبعا لا لا يعني مش قصد أكيد طبعا كل اللعيبة بتيجي منتخب مصر طبعا وإنت كمان ده تشيرت منتخب مصر تشيرت منتخب مصر دي السود أه اللي سود باتتزعب باللدين على فتكارت تشيرتي تالي بس إنت جايين من تشيرت منتخب مصر ده كمة العزة بالتشيرت والإنرجي والويلنج اللي انتو بتتكلموا بي ده أنا سعيد بجد وسعيد بالتجربة وحاس أدين تحبينها ولازم برضو أسأل شريف نفس الكلام إنت النهاردة بدأت إزاي مع البدل ليه بدأت بدل هل إنت كنت برضو يمكن أنت بدأت معهم متأخر شوية بس برضو أثبتت وجودك إحنا أنا بدأت تانس وانا عندي 6 سنين كلها بدأت تانس نفس الوقت كنت منتخب مصر والسنة اللي فاتت كنت مرشح أخش منتخب البدل بس أنا كنت لس برضو بلعب تانس وأبطل تانس السنة اللي فاتت مكنتش مركز فيه 100% يعني وبعدين لما رأيت الرياضة بتنمو الرياضة بتتحسن في مصر قررت أن أنا أبطل تانس يعني وأتجه للبدل وسأفت كنت مرشح أخذها بقولك إن أخش منتخب بس المدرب مختارنيش ودلت أشغال على نفسي والسنة دي الحمد لله قدرت أخش الفريق يعني وحق أنا البطولة ده أهم حاجة في الآخر وهم طبعا وسطوكاس عامسان الفاتد وده برضو أهم حاجة ما شاء الله ولسه العمر قدامك أكبر 25 سنة يعني لسه قدامك بطولات وبطولات يعني جايا لك طيب البطولة العربية كلمنا عنها بقى أكتر شوية كان أصعب مطش إيه اللي بيت نسبانا كان ترتيب المطشات إزاي يعني كنا بنلعب كم مطش في اليوم يعني كلمني بقى بتفاصيل أكتر عن البطولة العربية نلعبنا مرتين بس مطشين في اليوم غير كده في العادي بنلعب مطش واحد في اليوم طبعا إحنا خسرنا من الكويت في المجموعات فاكر مجموعتنا كم؟ مجموعتنا كم فرقة ومين فاكرهم؟ كنا خمس فرقة كان معنا السودان وسوريا لأ تاني معلش المجموعة كانت؟ السودان وسوريا وكويت والأردن والأردن والعلاق دول كانت مجموعت احنا فوزنا كل مطشات معدى الكويت معدى الكويت هم أتاني أتقل فرقة في المجموعة فاخترنا منهم في المجموعة وزي يقول احنا أعتبر أتقل منتخب في الوطن العربي فطبعا ده كان بالنسبة لنا صدمة وقفنا معنا في سنة وقفة وكلمنا وقلنا ما ينفعش كده إن سنة جاية تكسبنا وجاية حطة يعنيهم علينا يعني وكده والحمد لله قدرنا في نص النهائي نكسب قطر قطر برضو من المنتخبات التقيلة والعادنا تاني الكويت في النهائي كويت لعبت مين في قبل النهائي؟ إمارات منعبة الإمارات إمارات برضو منتخبها كويس طبعا هي مستطيفة البطولة يبقى أكيد منتخبها كويسة بس فقدرنا نكسب الكويت في الكويت في الفاينال 2-0 الحمد لله المتشق على فترة طويلة؟ بصراحة يعني لأ كان عندنا حاجة عادي نسبتها المتشق اللي نزلنا شوية تاني متش يوسف نزل خلاصه بسرعة يعني كان عندنا نزلين عندنا رسالة نوصل له من اللي حصل ده صدفة طب قل لي سعيد بالتجربة بتاعة البدل اللي أنت خطها برغم أنت كنت لعيب كبير في التنس وعمل مستوى جيد يعني سعيد بالتجربة البدل اللي شايفها تجربة حلوة وعايز تكمل فيها؟ آه بصراحة مبسوط وعني نفسي أوصل يعني أشارك في بطولات علامية بره ونفسي يعني أقدر أحقق فيه بالذات النار رياضة لسه جديدة فهيكون اسمي من أول الناس اللي تحققت الكلام ده شايف أنت خلصت جامعة مش كده؟ آه دراست ميجور ايه أو دراسة ايه؟ أنا كنت في ايو سي ما شاء الله يعني أنت حتى كنت يعني طب أنت شغال دلوقتي ولا؟ لا لا أنا مركز في الفدل من دلوقتي كله يعني أصدأ قولي أنت يعني متفوق في الاتنين يعني دراسة وفي نفس الوقت متفوق في لعبة فده طبعا أكيد حاجة كويسة بس إن شاء الله هتحقق حلمك بإذن الله وهتكسر الدنيا يوسف يمكن بطولة عربية كتت صعبة فاكر أنت أحلى ماتش لعبته ايه؟ آه والله زي ما شريف كان بيقول النهائي بتاع الكويت كان فيه يعني من المجموعات لما خسرنا من الكويت كانت مفاجأة بس كانت مفاجأة حلوة عشان فوقت الفريق كله يعني احنا كنا داخلين أنت كنت كن كم لعب كم لعب في البطولة دي شالك؟ لعب منتخب مصر أو لا؟ منتخب بتاعنا ستة لعبة ويكون اتنين احتياطي اتنين احتياطي تمانية تمانية وطبعا الهيد كوتش الارجنتيني بابلو سيستي مدارب الارجنتيني هو معاكم جهاز فني واحد بس هو اللي بيختار التشكيلة وهو اللي كان بيحط الترتيبات يعني أنا كنت كابتن الفريق فكنت بروح له مثلا بالليل يحط التشكيلة وبتاع يتكلم معي تاني يوم نحط التشكيلة هو ما كانش بيحب يقول مين هي لعب ومين ما لعبش عايز كل اللعيبة جاهزة طبيعي كل اللعيبة على استعداد تفكير سليم طبعا ما هي في المية فكان دايما ما خلينا جاهزين ومطش بتاع كويت الاخراني كان زي ما قلت لحضرتك يعني في المجامعات حصل شوك كده لينا فوقتنا كلنا فكنا داخلين زي ما كنت نشريف بيقول داخلين النهائية عايزين نسبة حاجة نسبة ان احنا لا احنا اللي حصل ده يعني مش طبعا يعني كل التحية المنتخب الكويت طبعا منتخبات التقيلة جدا بس احنا عارفين قيمة فلقاتنا ومنتخبنا فنان عامل ازاي يعني احنا فنانية بتكلم فنان لا ما نخسرش بالظبط فانتو كنت عايزين تثبته ده وتقولوا انه ده كان كابه بس على فكرة دايما يعني بتفقل باخسارة مطش في المجموع انا كده دايما بتفقل بدا زي منتخب الطير الرجال خسر من الجزائر في مجموعته هنا بتوط افريقيا طلع فينا قبل الجزائر كسابها نفس الستوائشن بتاع والارجنتين في كاس العالم مع السعودية خاصوا في السعودية مجموعات خدوا كاس العالم فالحاجات اللي في الاول دي بتبقى فهلا بتفوق الفريق كله وبتخلي كله منتبه بس دي بتعتمد على معاعدة بقولك ايه الصورة دي فين الصورة دي فين الصورة دي بعد مطشي اظن مع قطر وده مدرب اللياقة البدنية اللي كان حضريني ده مدرب اللياقة البدنية الخاص بتاعي وهو مدرب اللياقة البدنية بتاع منتخب قطر اسمه سلمان 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 البدر هو مدربي بس هو مدرب منتخب قطر في نفس الوقت هو بعد المطش جاي حياك على مستوىك وعلى المستوى اللي انت قديت بالظبط انت خلصت جامعة برضو عشا انا لسه في جامعة انا كنت عايش معظم حياتي بره كنت بالعال تنس عاشت في حيتك كتير عشت في امريكا سنتين عشت في فرنسا ثلاث سنين عشت في اسبانيا سنتين عشت في النمسا سنتين متنقل مع ايلتك ولا متنقل واحد انا كنت بالعب تنس انا كنت مصنف تامن على العالم في الناشئين في التنس انا كنت عايش بره وبالعب تنس فول تايم عشان كده كنت حاطت الجامعة يعني انا كنت فيزيكلي بره فما كنتش بعرف ساعات فيه متحنات غصب عني كب تفوتني انا كنت عايش نفس الحياة دي بس لما البادل جي بقى الدنيا اختلفت شوية انا برضو حصلي ظروف عائلية وكده فالطريقة اجي عطف مصر سنة بعد كده دلوقتي رجعت تاني اتجه لنفس الطريقة اللي هي بروفاشنل وكده بس مع ان انا بقى امشي بقى في الجامعة وبرضو ايه مش سايبها زي الاول لما كنت قاعد فول تايم برا بس خلينا اقول لكو يوسف يوسف مثلا شريف جورج انت اضافة قوية للبدل يعني وجود لعيبة نجوم في التنس اللي هي اقرب لعبة للبدل بالباور ده بالمستوى ده بتهيقلي صعب يحصل في ايه دولة برا طبعا يعني دي برضو حاجة كويسة وانتو مؤمنين بالفكرة يعني مؤمنين ان انتو عايزين تعملوا الحلم اللي انتو كنت بتعملوه في التنس عايزين تعملوه في البدل صح فده ده هيدي باور على فكرة دي حاجة كويسة جدا خاصة انتو ماشى الله سينوكو صغير يا حقيقي انا 25 برضو زي شريف نعم وزي محرك بتقول هو بيدي بيدي ادفانتج او بلاس كبير من ناحية المهارات في اللعبة ومن ناحية المعنوية برضو يعني احنا طول ونها بنلعب بطولات عالمية بنلعب باسم بلدنا بنلعب بطولة افريقيا فالرهبة بتاعت بطولات المنتخب او الافنتات الكبيرة دي مش مقصرة فينا قوي زي ما مقصرة في باقية المنتخبات الناس اللي هي بتلعب بادل ما لعبتش بطولات عالم ما لعبتش بطولات افريقيا او الحاجات دي فبتساعد طيب كمان هم بيكونوا عارفين من التنس هم كمان اللي كانوا لعيب التنس تقتل منتخبات التانية فما بيجوا يشوفوا يوسف مسلا كان جامد في التنس وباقية المنتخب برضو معظمة لعيب التنس بيكون عارفين يعني ممكن يكونوا مسلا مش هفونيش بقى لعب انه مرة دي او مرة اطلع منتخب بس عارفين ان انا في الملعب هبقى بواحد بروفاشن هبقى عارف مش هجي مش هجي دروب مش هجي دروب لا لا ده انا راجل محترف وكنت واخد يعني مسلا مش هجي تحقيق ممكن ابقى كذبان مسلا مش هوقف مطش لقيني مسلا نمت كلهم بيبعارفين يعني ان كلنا جايين من باكدرون تنس وعندنا الانتخبات وكل الكلام ده فبيدينا برضو ادبانتج على المنتخبات التانية طيب يعني احنا بنصفي مع افراكيا واسيا صح مش كده في تصفيات افراكيا واسيا شايفين التصفيات اللي جاية هو كاس علام بتعبين كل كم سنة الاول فيه واحد سنة جاية هو كل سنة كل سنة سنة 2020 و2021 حصلوا وراء بعض عشان الكورونا بس غير كده هو كل سنتين طب يعني اللي جاي امتى اللي جاي سنة جاي ان شاء الله يعني بيبقى في اخر السنة ستمبر سنة الفاتح كان كده طب انتو شايفين انه هيبقى برضو تصفيات افراكيا مع مع اسيا ولا ممكن نهاردة بالسنة دول يكون حصل توسع كبير فيفصل بقى الزون دي ولا انتم مش شايفين ده شايفين انه برضو هنقدر من نفس السيستم اللي فات لا والله ممكن زي ما حراك بتقول فعلا انه يخلي افراكيا لوحدها عشان مثلا السنة اللي فاتت في التصفيات ما كانش معنا منتخبات زي تونس و المغرب ودخلوا في الوقت في التلطة العرب اظن المغرب خدت رابع او خامس الامارات الرابع اظن خامس فالمغرب بقت موجودة تونس بقت موجودة السودان الاردن العراق البلاد يوم براينا ما شفناها كل دول في افراكيا فاكده اظن ممكن افراكيا تستقل بزاتها شوية تستقل او حتى لو ده ما حصلش في اللي جاي فهو ديفينتل هيحصل في اللي بعده لانه التوسع رهيب انا شايف اللعبة يمكن اكتر لعبة في العالم انتشار النهاردة لان هي يعني ممتعة جدا متحسش بيها وفي نفس الوقت بتستقطب عدد كبير جدا من الشباب غريبة يعني الموضوع مرعب تطور رهيب جدا وانتشار كبير جدا طب خليني يعني برضو اسألك يا شريفي ممكن اكيد لك امل طموح عايز توصله من خلال مشاركتك في البدل اكيد نفسك توصل لرانك عالي على مستوى الشخصي اكيد عايز توصل بعد منتخبك لمستوى عالي او طب ايت او طب فايف مثلا على العالم كله شايف الحلم ده بعيد يعني اممكن سألت السؤال ده الجورج وعايز اسمع رؤيكو برضو لا انا حاس ان الحلم بتاع المنتخب مش بعيد خالص بالذات ان كلنا شغالين ومشيين وحاس احنا كمنتخب شغالين على الطريق مشيين على الطريق الصح ولو نكملنا زي ما احنا وكل واحد ركز وفوزل زي ما هو انا شايف ان السنة الجاة ان شاء الله في كاس العالم نقدر نحق نبقى طب ايت عادي خالص وحتى هم لما راحوا سنة في كاس العالم مستوهم ما كانش بعيد خالص وكان في كزا مطش بميشف لسه بيقول اه في كاس العالم نفسه يعني مثلا نبقى واحد واحد ويخسروا اخر مطش بالعافية طبعا كانت اول مرة فاكيد ما كان ما متبقاش اسهل حاجة لسه بحق جديد لسه بيبقى فيه غلطات مثلا بيبقى فيها عاجات في المقاعد يعني وهم كانوا قريبين ومركز حسن من لهم شايفها مش بعيدة وعندنا وقت نسا نشتغل ان شاء الله واكيد ده يعني هيجي ابترابة المنظومة كلها نفس الفكر ونفس الاتجاه طب يوسف كلمنا عن بطلقة عالم كاس العالم خلي برضو سادة مشاهدين يعرف احنا عملنا ايه لعبنا مين يعني احنا كلمنا عن بطولة عربية تفصيل كبير في الفقرة اللي فاتت ودي محتاجين نتكلم عن كاس العالم روح لعبنا مين لعبنا مين بطولة كاتفين يعني احكي لسادة المشاهدين تجاربتنا لكاس العالم هو كاس العالم نفسه كان قابليه التصفيات بتاعته مش هتكلم فيها كتير خالص بس احنا كسبنا منتخبات جامدة جدا زي منتخب اليابان ده منتخب يعني بيلعب اللعبة بقاله كتير منتخب ايران ده منتخب برضو بيلعب اللعبة بقاله كتير فبعد كده لما نسافرنا كاس العالم كان في دبي انت تحطينا في المجموعة طبعا الموضوع بيبقى زي قرعة تحط في المجموعة مع مين ممكن تخبط في اسبانيا ممكن تخبط في الارجنتين واحد واثنين على العالم احنا مجموعتنا كانت مع فرنسا ثلاثة على العالم فدي كانت يعتبر اكوى فاكر مين مع فرنسا احنا فرنسا ومين المجموعة لا صعب صراحة احنا وفرنسا ومكسيك اورو جوي او بارا جوي مش متأكد وانجلترا احنا عملنا مطش جامل جدا مع انجلترا الطائمة سيما ممكن تكون قعدة ست ساعات سبع ساعات المطشين فدي كانت من ابرز المتخابات اللي احنا لعبناهم طبعا لعبنا منتخب كطر وفوزنا عليه في كاس العالم في المجموعات وعلى مركز الاربعتاشر والخمستاشر اظن بس من المطشات اللي احنا فعلا زي ما شريف قال برضو احنا كاس العالم نخشل معه بشرف كنا قريبين احنا كنا نكسب انجلترا كان قريب جدا جدا يعني كسب اول مطش وتاني مطش خلص بالعافية والمكسيك كنت وايبين والمكسيك برضو كنا نكسب بس احنا حصل معنا حاجة في كاس العالم كخلة الموضوع من ناحية البدنية صعبة شوية علينا ان احنا المجموعة الوحيدة اللي كنا خمسة فانت قد تلعب بتلاعب بلد عشرة الصبح في دبي دبي عشرة الصبح بالزبط ومطش بالليل الساعة خمسة وحتى مش بعادة عن بعض يعني عشرة بتخلص ممكن اول مطش تاني مطش تالت مطش تخلص على الساعة اتنين تلاتة تروح تتغدى وترجع تلعب تاني تلعب بلد تاني فهي موضوع دي فالموضوع صعب ودبي حر وبنلعب مش في صلاة مقفولة او كده فالموضوع كان يعني فيه منتخبات كان حظها احسن المجموعيتهم كانت بلاد اقل وده ما حصلش معاني فده برضو حط لود مسلا في مطش مكسيك كان فيه فرق بين مكسيك ما كانش لعب تموتش الصبح احنا كنا لعبنا منتخب تاني الصبح فالموضوع ده طبعا ما كانش مكادش احسن حاجة يعني ما كانش احسن حاجة يعني يعني ما توفقناش فيها طبعا الحاجات دي في الرياضة يوم لك ويوم عليك طبعا واحنا بنأكسب كل حاجة وخدت الخبرة يا كفر خبرة اللي احنا خدنات طب ليه الملاعب ما بتبقاش مكيفة على حسب البطولة وتنظيمها في بطولات بتكون فصالة مغلقة وده بيأثر جدا على طريقة اللعب على فكرة وفي بطولات بتبقى في حتة مفتوحة طبعا عامل الهوى عامل الشمس عامل الرطوبة في الازاز خلي بالك كلما الدنيا بتكون رطوبة اكتر كلما الازاز بيوقع الكرة اكتر يعني الحاجات دي بتغير التاكتك بتاع الجيم خالص كلما الدنيا بتكون حر كلما الازاز بيخليك كرة تطير في الجيم بيبقى أسرع جراسف اكتر الكرة بتخلص النقطة بتخلص في ضربتين ثلاثة عكس الصالة مغلقة الصالة مغلقة في تكيف او كده بيبقى اللعب تقيل شوية فطبعا كلها بترجع لخبرة اللعيبة وخبرة المدرب مع المدرب لازم بيعود يوجه انت الصبح بتلعب منتخب بيلعب بطريقة بالليل بتلعب منتخب بيلعب بطريقة تانية فهو المدرب هو اللي لازم يقعد يعمل التصبيطات الصغيرة دي ويوجهك في الملعب بس كويس انه يعني ما شاء الله الله هو اكبر يعني انت بقى لك سنة وشوية بتلعبها وانت كمان برضو نفس القصة بس يعني عنده اختسبت خبرات كبيرة طيب احنا السنة اللي فاتت استضافتنا سبع تمن بطولات دولية والسنة دي هنستضيفها هنستضيفها ان شاء الله هتشارك فيها كلها شريف هو اللي دي كان فيه تلعب بطولات وشاركت فيهم كلهم وآه يعني طول منا يعني الدايين دول هتشارك فيهم كله بنشارك في كله يعني احنا اصلا يعني بنحاول نسافر بره نلعب فلما الاتحاد يجي بلاها البطولات دي في مصر اللي واحد حتى لو بره هيجي يلعبها عشان دي فرصة يعني احنا عايزين نلعب مثلا في السنة 15-20 بطولة لما يكون فيه 8 في مصر في السنة يا عايزين نعب عشان بطولة مش حجالي واحدة مش حجالي واحدة عشان سافر 12 وعشان طبعا التكلفة هتبقى أقل يعني طيب انت على المشتوى الشخصي انت النهاردة هتلعب السبع ثمان بطولات الكابتن احمد رجاتواري يتكلم عنهم هتلعبهم هنا طيب هتزود عليهم بطولات بره انت انت على المستوى الشخصي ناوي تزود بطولات بره انا وردي سافرت واحدة لعبتها في السعودية وكان فيه برضو فيه بطولتين في قطر واحدة الشارع السعودية كان فيها كام لعب مشارك مثلا في مصر اه لا توتل بيكون في 50 لعيب مثلا بس هتبقى اوبن اي حد بيشارك يعني اي حد بيشارك ولا لازم من خلال الاتحاد لا لا اي حد بيشارك بس لو الدرو يعني يكمل في الاخر الرنكة هو اللي بيحدد من اللي يلعب اه يعني اي حد يلعب لك رنك دولي وهو ده اللي بيحدد انك تلعبه لا بس يعني طب انت عارف رنكك الدولي ربما او حاجة اه فده ده لو انت تقدم مثلا لو البطول هتاخد 50 لعب سعي مثلا واللي قدم 100 بياخده احسن بسضبط او اعلى 50 فانت هنا لازم الرنك الدولي مهم جد وهي بطولات برضو مقسمة كتجرز فانا عارف ان ايه بطولة انا هتقبل فيها يعني مش كلهم نفس الحاجة طبعا اه فانا بشارك في البطاطل انا عارف ان انا هخش فيها والعب الدول الرئيسي عشان طب انت انت حط السنة دي مسلا على مستوى الكلائب حطيت اجندتك السنة دي هتعمل ايه ولا لسه لسه الاجندة الدولية منزل انا بعمل شهر بشهر يعني انا زول حضرتك انا شهر بشهر طب البلان دي يعني مسلا لو قلنا السكواش البيس ايه اه بينزل اجندة اه اول السنة واللعب هي بتخش تنمر على البطولات اللي هتلعبها وتبتيت تعمل ريجسترشن فيها مع فتح باب التسجيل الكلام ده بتعمل في البدل ولا ولا البطولات موجودة وكل اللعب بيقرر حسب هو عارف يعني اعمل ايه انا مسلا ممكن اهسافر الاقي نفسي اعاي سافر اربع بطولات اجي لعب بطولة اتنين الاقي مستوية مش كويس مثلا اه فارجعت مرا فاقول اجي لبطولتين دول وقت تاني مش مش هلعبه خلاص لو لقيت والله ماشي كويس وبكسب طب ليه وقف انا مكمل معي الام موجود وكده فاسافر وابطل اسافر على لعب كده بس كويس طب يوسف نفسي الكلام يعني انت مثلا انت يمكن خط التنس احترافي شوية وقعدت بره ست سبع سنين فانت اتجود عيشته طول عمري اه هو طول عمري فامش غريب عليه خالص يعني انت يعني انت عارف الاجندة بتبقى نازلة ازاي وبتتابع وفيه بطولات بتبقى كلاس اي وبي و سي بالظبط هو على حسب التصنيف زي ما شريف قال انا مسلا تصنيفي امتين وثلاثين دولاتي على العالم فانا بتعارف الكاليبر البطولات اللي انا قدر اخشها اول السنة باجي بحط الكالندر بتاع البطولة بس برضو زي ما شريف قال انت ممكن مسلا بقدر لها في شهر تلاتة من السنة تتصاب هو عندك بتحناء؟ بالظبط فيه حاجات كتير قوي طبعا انت بتحط الكالندر او بتاع الاجندة بتاعت السنة كلها بس سعب بيحصل حاجات بتحتاج بقى تعمل شوية تزبيطات يعني طب الاجندة بتنزل على الويب سايد بتاعت تحض طبعا 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 اول السنة عطول البطولات كلها بتنزل فيه بطولات سعب بتنزل باكيها بتتلغي يعني اكيد فيه برضو تغييرات زي التانس تانس طول عمره كده اظن زي السكواش برضو طبعا كله كده انت بتحط بتتسجل بتعمل بلان بس عادة محدش بيسجل السنة كلها او ممكن مثلا تحط تقسم السنة اربعة 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 او بالزبط يعني تلت شوور اربعة شوور كده تحطها تستيكت البلان تعرف هتتمرن امتى تعرف هتكون بتلعب بطولات امتى تعرف محتاج تريح امتى هو برضو خلي بالك البادل اسبوع ورا اسبوع فانت لو سبت نفسك انت ممكن تفضل تلعب عشرين اسبوع ورا بعض فموضيع يعني هو الموضوع برضو لازم تعرف تهدي نفسك انت لازم تقع عشر بتصابش بالزبط وخلي بالك البادل في في حتة الناس برضو مش واخد بالها منها قوي عشان اللعبة جديدة ان هي اللعبة بتلعب على طريقتين فيه طريقة اللي هي اجتماعية الناس الاصحاب بيلعبوا الناس اللي هو الفن وفيه الطريقة البروفيشنل او الطريقة اللي هي التنفسية فاللعبة دي فيها اصابات فيها اصابات كتير طبعا يعني ستة ساعات بتلعب ماتش ازاي انا دا ادهاد جدد بالزبط عايز فتنس يمكن انا موجة نظر يعني عايزة فتنس اكتر من التنس انا بالنسبالي انا بالعب التنس طول عملي فهي الفكرة انه ان حتة الكارديا او حتة النفس او كده في البادل مطلوبة اكتر لان الراليز ممكن تلعب 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 كرة بتجيلك من الازهاز من وراك وبيتجلك من جنبك فتلعب تلعب 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 كرة يا البيه بيجيب كرة بقول محي كرة الحتة النفس رالي بتاع النقطة مش كبير فالتنس اقصر من البادل البادل انت لو لعبت ساعة منه خمسين دي ا اربعين دي اه لان ولعم ملعب مفوض ولعم طيب الرانك اولا الاتحاد دولي منظم يعني برضو عايزين نقول لا تحاد دولي منظم زي التحدات المطارب الاخرى زي التحاد الدولي منظم مظبوط طيب الرانك بتاعك على حسب النقط اللي بتجمعها بالبطولات بالبطولات فطبعا زي ما قال برضو شريف ان انت بتجمع النقاطك اللي في مصر دي عايز تضمنها طبعا عايز تضمن البطولات اللي في مصر وبعكية بتطلع بره بس هقول لحضورتك حاجة البطولات الدولية برضو يعني انت لو روحت لعيد البطولة الدولية مثلا في اي بلد في اسبانيا او كده بكاتجري معين لو كسبتها بتأصل على رنكك المحلي وهو لازم يعمل كده عشان ما حادش كله يقود يلعب في مصر ما حادش بعايز يطلع ويزوق نفسه ان هو يلعب بره لا انت هتكسب بطولة بره هتسمع معاك جوا وده منطقي جدا لان المستوى كده كده بره وعلى مستوى العالم بيكون اعلى من المحلي في اي بلد صحيح طب الشريف اقوى بطولات في الاجندة يعني مثلا هنقول في التنس في بطولات اسمها جراندسلان بطولات هي دي يعني رولانجاروس على ويمبلي انا مش فاكرهم اوي يعني تستراليا المفتوحة أمريكا المفتوحة يعني كلنا بتفرج على تنس ومحبه في عندنا في البدل كده في عندنا بطلات أجمد حاجات أطواء اسمها ميجر فيين في أني بلد لأ بتعمل في بلاكتية كان فيه في فرنسا من شخص مش مختبطة بالبلد مش تليلين زي التنس في التنس اللي أربعة الكبار هم اسمهم كده تستراليا رميكة سبتين سبتين بس قصدي أكتر من التنس مش أربعة أما أكتر اسمها ميجر ميجر واحدة كمان أسبوعين بيوان 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 دي برضو ملهاش مكان ثابت أو مدينة ثابتة أو بلد ثابتة بتلف أهي بتبقى ثابتة بس أنا أقصد أن أنا يعني هم أكتر فأنا مش حافظوا مكانهم كين هم أكتر بفيه في فرنسا بفيه في الأرجنتين فيه في أسبانيا فيه في كتر واحدة كبيرة برضه طيب قبل ما نختم زي ما عملت مع جورج ومهندس أحمد رجات واري أو كابتر أحمد رجات واري تموحاتك الصورت تيرم واللونج تيرم ايه؟ طبعا تموحاتنا كلها واحدة لواحد يقدر يخش طبعا طوب هندرد تبقى حقيقة كويسة لو واحد يدر يحقق أحسن من كلا يبقى هاريت والواحد نفسه مع المنتخب في كاس العالم سنك جاء إن شاء الله نبقى من أول ثمان بلاد على قل هيحصل أشريف إن شاء الله يوسف حل مكشورت تيرم ولونج تيرم ايه بعد؟ والله انا يعني بحاول على قد ما اقدر اعمل اللي انا كنت بعمله في التنس بعمله دلوقتي في البادل فانا انا شايف ان انا ان شاء الله لو مشيت الدنيا صح وعرفت اسافر اتمرن صح واعد اتمرن هنا صح ونظمت الدنيا هتوصل انا ان شاء الله شايف ان انا ممكن اوصل من طب 20 على العالم يعني انا لسه قدامي انا 25 سنة برضو يعتبر في الرياضة مش صغير ومش كبير سنة ونصف سنتين تجيب الرياضة بالظبط بس ان شاء الله بس تشتغل صح ومشى على نفسك بس الشباب بره برضو مش سهلين لا الله اكبر عنك الشباب الاسبان والارجنتينيين وكده بيلعبوا اللعبة من هم اطفال فأي تنك ان انا ممكن مسلا اخد اربع خمس سنين على بال ما ابديدي اعرف اقول ان انا اقف وسط الشباب الطب في اللعبة دي وانا اشغال على الحلم ده ويعني ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا ان شاء الله هتوصل له وهنحتفل مع بعض ان شاء الله يوسف حسام نجمة منتخب مصر في البدل بشكرك نورتين وشرقتين شكرا شرف لي يا مرسي لحضرتك شريف مخلوف نجمة مصر في البدل ومنتخب مصر ايضا لاعب والبطولة العربية كليك دور كبير بشكرك اشريف نورتين وشرقتين شكرا عزيزي المشاهدين دي كانت حلقتنا عن البدل زي ما شفتوا عالم تاني قصة كبيرة اكبر لعبة في العالم بتتقدم وبتمتشر بشكل مرعب وبتحجز مكانها مين يعرف ممكن في يوم الايام للاقي البدل اللعبة أولمبية وده أنا مش مستبعده بعد الانتشار الرهيب لهذه اللعبة شكرا شكرا جزيلا حسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة مع لبطولة